الزمالك وبرامدز مباراة كبيرة ترسم طريق البطل بطل الدوري الممتاز موسم 2021-2020 الزمالك بكرة يلطاق ببرامدز في مباراة كمة الدوري والمنافسة عليها الزمالك بنتعاشة الفوز بالكاس والأداء الجاية في مباراة الدوري الأخيرة هيرفع بكرة شعار الفوز واحده اللي ابتعد بكمة الدوري وبرامدز اللي معها تقريبا أفضل مجموعة لعبين جاهزين بالمقارنة بفرق المنافسة الزمالك والأهلي عارف أن الفوز هيقربه جدا من أول لقب في تاريخه ببرامدز بأداء الموسم ده خلنا نشوفه نفسه حلوة على اللقب والزمالك اللي ظروفه كانت صعبة جدا أول الموسم قدر يتخطى الظروف دي ويلمس الدرعة والأهلي من بعيد بيرائب ويستنى علشان يتمسك بحظوظه باللحاق بالزمالك أو ببرامدز الدوري بيحلوه كل يوم أكتر والكلام بطبيعة الحال يحلو يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حلوة قوي أن احنا نقول أن بكرة مباراة كمة طرفها مين؟ طرفها الزمالك والبرامدز شكرا لبرامدز أنه خلنا نشوف مباراة الزمالك والبرامدز بمباراة كمة شكرا ليه أنه خلنا نشوف مباراة الأهلي والبرامدز بمباراة كمة فرحانين أنه فيه منافس ثالث مع الأهلي والزمالك ده في حد ذاته كويس مش ما يهمناش برامدز ياخد الدوري في الآخر الزمالك الأهلي احنا اللي يفرق معانا اللي بيحبه الكورة واللي بيحبه الدولة المصري يشوفه منفسة كبيرة على الكمة زي ما بيشوفه دائما صراع في الهبوط لا احنا عايزين نشوف الصراع والمنفسة على الكمة اكتر ده اللي خلانا نشوفه الموسم ده بيرامد بكرة الموسم اللي جاي نحب نشوف يوتشار بيخش بكرة الموسم اللي جاي نحب نشوف الاسماعيلي فاي لو الاسماعيلي طبعا نكمل في الدولة نحب نشوف المصري نحب نشوف الاتحاد نحب نشوف فارقه نحب نشوف كل الاندية كل الاندية تنافس على الصدارة لا تصارع الهبوط ده أحسن لنا طبعا كيف فينا اندية هتبقى بتصارع بس يبقى أقل من اللي بيتنافسه على الصدارة مش العكس مش العكس احنا كنا دايما بتشوف الدوري أهلي وزمالك فوق منافسة مجموعة اندية تصارع على الثالث والرابع مجموعة اندية كبيرة كثيرة تصارع الهبوط فده حلو في حد ذاته المباراة بقى نفسها هي مباراة كمة حقوقية مباراة في منتهى الاهمية لزمالك لان الزمالك لو فاز بهذه المباراة هيبتعد كثيرا بكمة الدور هيقطع شوط كبير جدا في الفقوز بالدوري والحفاظ على رقمه بيرامدز لو كسب هيخش المعمعة رسميا وحرفيا وكل شيء وهيصبح من اكبر واهم المرشحين للفوز بالدوري لو بيرامدز كسب تحديدا لو بيرامدز كسب الاهلي حزوزه زاتد عكس الزمالك لو كسب لو الزمالك كسب هيبعد تعالوا وعوريكم الجدول وفهمكم واحنا متشوف الجدول اللي هيحصل بنتيجة بكرة بص بقسية الزمالك دلوقتي من 27 مباراة عنده 63 نقطة بيرامدز من 27 مباراة عنده 59 نقطة تعالوا نقول الأول الزمالك كسب مثلا هيبقى كم نقطة؟ 66 نقطة من 28 مباراة وهتوقف رصيد بيرامدز عند 59 نقطة من 28 مباراة هيبقى الزمالك كام؟ 66 يعني لو الأهلي لعب المباراة الفضلين له ويوصل لـ 28 زي الزمالك هيبقى 61 نقطة فرق عن الزمالك اللي هيبقى 66 لو كسب مباراة بكرة خمس نقاط خمس نقاط طيب لو بيرامدز اللي فاس بكرة بيرامد ساعتها هيبقى عنده 62 نقطة والزمالك 63 نقطة يعني هيبقى فرق بينه بالنادي الزمالك نقطة واحدة ده معناه إيه؟ معناه إنه لو الأهلي كسب المباراةين اللي فضلين له عشان يتساوا في مباراة الزمالك وبرامدز هيبقى الأهلي عنده 61 نقطة يعني مع 28 مباراة للتلات فرق لو بيرامدز كسب بكرة هيبقى الزمالك 63 بيرامدز 62 الأهلي 61 لو فاس بالمباراةين ده لو إيه؟ بيرامدز كسب بكرة عشان كده بطبيعة الحال جماهيل الأهلي هتميل بكرة إنها تشجع بيرامدز أو تبتمنى الفوز لبيرامدز يعني بمعنى أضق يعني وأصح تتمنى الفوز لبيرامدز في هذه المباراة عشان خاطر نفسهم يعني مش خاطر بيرامدز أكيد عشان خاطر جماهيل النادي الأهلي بس لو الزمالك بكرة هو اللي كسب يبتعد كثيراً كثيراً هيبتعد عن الأهلي بخمس نقاط وهيبتعد عن بيرامد بست نقاط وانا لن بقول خمس نقاط على فرض إن الأهلي يكسب المباراةين على فرض وهيبقى الفرق بينه وبين بيرامد ست نقاط وبينه بين الأهلي خمس نقاط ده الشكل دلوقتي ده اللي بخلي المباراة بكرة مصيرية مش أقول حاسمة عشان لسه لسه فيه كلام كتير يتقال فأنت بتتكلم في المباراة إن شاء الله هتكون في غاية الإمتاع في غاية الإسارة حلو حلو يا جماعة حلو حلو للي بيحبه الكرة يبقى عندنا مباراة زي دي في الدولة المصري الرتم يعلى الرتم يبقى جميل نحس إن المباراة فيها تنافس وندية بيرامدز عنده قائمة متخمة بالنجوم مليانة مليانة يعني بالنسبة للأهل والزمالك وبرامدز بيرامدز هو أكتر قائمة فيها عمق كبير جدا من اللاعبين يعني لو على الورق من المفروض يكسب في الآخر فبرامدز بحكم اللاعبين بس هنرجع نروح للشخصية والجماهرية والحاجات المؤثرة جدا في الفريق البطل فممكن تروح للزمالك أو الأهل فعشان كده ما فيش حاجة مضمونة حتى بعد مباراة الغد ما فيش حاجة مضمونة صحيح لو الزمالك كسب هيبقى خطوة أو خطوتين بس زي ما قلت لكم مبارح ما زال الزمالك والأهل والبرامدز عندوها مباريات في منتغى الصعوبة والأهمية والتصوري أو توقعي إنه التلاتة هيخسروا النقاط في المباراة اللي جاية مش هيكسبوا كل المباراة فالكلام كبير والكلام ممتع خلونا نشوف بقى مباراة حلوة خلونا نشوف مباراة حلوة الزمالك تحديدا في وجهة نظري أكتر الفرق اللي في الدولة السنة دي كانت تعاني تعاني بس راحوا جابوا مدرب أدار أزمة جزدالدو بريدة أدار أزمة أزمة حقيقية فترة تنكد متوقفين فيش دعم للفريق لعبين عندهم مشاكل في تجديد وقودهم لعبين في الآخر مشوا حرفيا مش بس يعني ما كانش عندهم مشاكل دول مشوا حرفيا في نص الموسم أو في آخر الموسم هو يعني أشرف من شرق طريق حامد محمد أونجب محمد أبو جبل ده غير إن انت أصلا عندك إصابات فالوضع كله بالنسبة للزمالك صعب ورغم كده الزمالك يقدم كرة محترمة جدا في مباراة الأخينة مع بريدة وأصبح لو فاز بكرة هو الأقرب للفوز بالدور لو خسر بكرة الأمور هيبقى فيها كلام كتير وإن بقى الزمالك حتى لو خسر بكرة في صدار الجدول ترتيب الدوري الممتاز قائمة نادي الزمالك لهذه المواجهة فيها في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد ناديم في خط الدفاع محمود حمدي الوينش محمود علاء ومحمد عبدالغني وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة وحمد فتوح ومحمد عبدالشافي وحاز إمام محمزة المسلوسي وفي خط الوسط إمام عشور محمد أشرف روقة إسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبدالراز إشكبالة وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وفي خط الهجوم يتواجد سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه ومعهم أيضا سيد عبدالله نيمال اللي بقى يلعب بصت ملعب كمان دلوقتي مع فريلا أما قائمة بيرامدز المليانة نجوم زي ما قلت لكم مليانة نجوم بص بص الأسماء اللي هقولها مليانة قائمة عارف أنت اللي هو وعلى فكرة القائمة دي ما فيهاش أحمد فتح كمان برة القائمة بس عاد ليهم إبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف في هذه القائمة وأيضا وليد الكارتي قائمة بيرامدز شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر في حراسة المرمى في خط الدفاع علي جبر أسامة جلال حسين السيد أحمد سامي محمد حمدي في خط الدفاع وفي خط الوسط نبيل دونجا وإبراهيم توري ورمضان السبحي وعبدالله السعيد وعمر جابر وأحمد توفيق وليد الكارتي محمود صابر وأبراهيم عادل وإسلام عيسى وإيريك تراوريوف حط الهجوم فخر الدين بن يوسف فخر لقاي ودودو الجباس عد نجوم عد نجوم زي ما أنت عايز عد نجوم بالكوم قائمة مليانة قائمة مليانة ورغم كده المباراة بكرة مؤكد خمسين 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 زمالك بشبابه وباللعبين والأهم بمدربهم فريرا ليعرف يتعامل مع كل الظروف وكل المباراة الصعبة فريرا بالمناسبة عقد جلسة مع اللاعبين قبل الإعلان عن هذه القائمة وجه لهم رسالة قال لهم إن مباراة بيراميدز أكون بطلا أو لا أكون هي المباراة اللي بالنسبة لفريرا ولعب نادي الزمالك هي الحاسمة قال إن المباراة دي ما فيش بديل فيها غير الفوز يعني لو حد بيفكر في تعادل أو حتى لو خسرنا يعني الأمور لسه قائمة لأ قال لهم إن إحنا لازم نكسب هذه المباراة وتعاملوا معاها وكأنها مباراة نهائي كأس مصر هي المباراة اللي هنكسب بيها بطولة دي الرسالة اللي وجهها فريرا للاعبي نادي الزمالك النحل الثانية إدارة نادي بيراميدز وعدت لعبي الفريق إنهم يدوهم مكافئات خاصة وضخمة في حالة تحقيق الفوز على الزمالك والفوز بالسلاس نقاط اللي هتساهم ربما في تتويج الفريق بالدوري في النهاية هنا مكافئات كبيرة وضخمة وهنا تحفيز معنوي مهم من مدرب خبير محترم كبير هو جوزوالدو بيريرا طيب نروح لمباراة الدوري للعبة اليوم وأنا بجري مع حضراتكم عشان ضيفي النهاردة ضيف من العيار السقيل واحد من أهم اللعبين اللي جاوم يمكن في تاريخ الكرة المصرية واحد من اللاعبين الموهوبين جدا الحريفة الشويطة اللي عنده مهارات عظيمة لعب جناح كان بيبقى هدف الدوري وفضل لعب في مصر اسمه ممايز جدا هو كابتن الكبير كابتن طارق السعيد نجم الزمالك والأهل هو منتخب مصر الأسبق يكون ضيفي فيه الفقرة الثانية من هذه الحلقة نروح ليه مباراة الدوري النهاردة غز المحلة قدر يفوز على سموحة واحد سفر فوز في منتهى الأهمية لغز المحلة عشان يبعدوا شوية من المنطقة الخطر تحت كان غز المحلة بدأ يعني شوية شوية يتجرر المنطقة الخطر دي بس قدر يكسب النهاردة وفوز فوقه شوية هدف للمتقلق المميز في فريق غز المحلة عبدو يحيى بالضيئة تسعة واربعين شوف أعادت الهدف خلوق خاطئ طبعا من حرس سموحة واستغلوا عبدو يحيى بس طبعا هو الخطأ الأول من المدافع أكيد يعني هو حاول حاول ينقذ الموقف ولكن خطأ مشترك يعني طيب مباراة أخرى نفس الأمر بالنسبة لغز المحلة هقوله على أستان كامباني أستان كامباني النهاردة فاز واحد سفرة على سيرمايا كلوباترا وفوز برضو يخليه شوية يبعد عن مناطق الخطر أو يعني يبدأ ياخد خطوات للي بتعايد عن مناطق الخطر هدف ليه محمد صالح في ديئة 11 من ضربة جزاء هدف الفوز لفريق أستان النهاردة اللي زي ما قلت لكم أنعش أنعش أماله في المقافي الدوري الممتاز أستان بصراحة بيحاول بيجتهد بيعمل شغل كبير جدا الكابتن علاء عبدالعيل وعمل مجهود كبير جدا كبير جدا خدوا بالك خد بالك أن الظروف والضغط والدوري دلوقتي بقى مليان لعيبة بقى مليان نجوم كل نادي بيسرف كتير كل نادي بيشتغل كتير فأنت تبقى مدرب وتعرف تشتغل على إمكانياتك وتعرف تتحدى الظروف الصعبة دي وتقدر تكسب مباراة بعدها مباراة وتحاول تفوأ الفريق وتحية برضه بصراحة وإحنا بنحية كابتن علاء قبل ما أرحب به أحية كمان إدارة أستان اللي تمسكت بالكابتن علاء ومع أي ظروف صعبة ما خدتش أي قرار فعالي واصلت في راجل محترم مدرب كبير يقدر يتعامل مع هذه الظروف بنجاح دائما الكابتن الكبير كابتن علاء عبدالعال الموديل الفني الفريق أستان كامبري أنا بشكرك شكرا جزيلا على الأداء اللي أنت عملته النهاردة وبهنيك كمان وبقول لك مليون مبروك السلاس نقاط الله يبارك فيك كابتن كريم وأنا اللي بشكرك على الكلم الجميل اللي بتقول لك أهل من حقك دائما المباراة كيكا صعبة والظروف صعبة وبتلعب مع منافس برضه من السهل طبعا طبعا فريق سيراميكا فريق كبير وفريق قئيل عنده كمية العيبة غير عادية العيبة كلها مستوى عالي معهم مدير فني محترم طبعا كابتن أحمد سامي طبعا إمكانيات مادية ساتناد محمد أبل عينين بدعهم بكل قوة المباراة صعبة لو يصبحت المباراة النهاردة شارفة صحيح سيراميكا بيلعب بالشراسة ولا كأنه بي نفس على الدوري ودي أنا بحترمها فيه المقابل اللعيبة عندي لا كانوا اللعيبة على مستوى المسؤولية على مستوى الرجولة على مستوى الأداء القتالي والرجولي والفني والتيكتيكي مباراة كانت صعبة بكل المقاييس ثلاث نقاط غاليين غاليين جدا كابتن كريم حطونا على طريق النجاة يا رب إن شاء الله بإذن الله يعني مباراة المصر اللي فات كسبناها في برج العرب يعني دي اللي حطتنا على أول طريق العروب العربة الثلاث نقاط دول بيحطنا على أول الطريق بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يكملنا على خير الظروف الصعبة اللي مرته بها الفترة اللي فاتت ونتائج مهتزة وبدأت بعد كده النتائج تتحسن شوية إزاي تعملت مع ظروف الصعبة دية وفي مرحلة ممكن تكون يأس للعبين ويأس حتى للإدارة إزاي تعملت مع الموقف دوت بهدوء يعني طبعا انت عارف البداية كانت تعمل إزاي كانت سيئة جدا صحية وبعدين وجودي أنا طبعا أنا طارق نادي إستر كنباني بلدت الأستاذ هاني أمان والمعندسان سعبد العزيز تعقدوا معي ووجيت لقيت الأمور صعبة لولادة فحارة إحباط شديدة جدا إذنما تعملت مع الموقف استغلت موقف في فضل اليناير وكثرة أمون كفريكيا وتم تغيير عشرين لعبة كابتن كريم عشرين لعبة وخلي بالك اللي مشوا المقابل المادة بتاعهم في التعاقد أغلى كتير من اللي احنا جبناه ومع ذلك الحمد لله كان اشترك موافق اللي عادين مع اختيار موافق لللاعبة اللي قاعدت استمرت وبدأنا ناخدها مرحلة مرحلة نحن نطلع من قصة العزيم من قصة الإحباط من قصة فقدان السقع اللي عيبة لنفسها وده اللي احنا كنا نشتغلنا عليه أنا والجهاز وبدأنا نحصد نقاط ومازلنا في المركز الأخير برضو بتحاول بتعافر ومع ذلك فرق كتيرة فوقيك والكل أجمع أن من أول فرق الهط هي استر كومباني ومع المخصة الصحوة الأخيرة من بداية الدورك تاني الحمد للرب العالمين وبالذات أخر ست مباريات أعمل عبنهم صح أربعة فوز واتنين تعادل صح دول نقلونا نعلة تانية خالص صحيح وده دوافع للعيبة بنتكت كل مباراة داسعة ودوافع للعيبين وهم بيستوعيوا بشكل كويس قوي سأعتقد الحمد لله وصلنا النقطة مهمة جدا وهي النقطة 27 اللي جابت تحتنا ثلاث فرق أول مرة هذا الموسم يعد الثلاثة اللي تحت يطلع من الثلاث براكز اللي تحت صحيح بس اللي جاية أصعب طبعا طبعا اللي جاية أصعب دي مش نهاية الطريق دي بداية الطريق صحيح دي بداية الطريق إن شاء الله عندنا مباراة صعبة جدا ومش إحنا بس كل الفرق المتنافسة صح عندها مباراة صعبة اللي هي قدر يتعامل مع الموقف ويقدر يحصل على النقاط ربنا هيقدر له البقاء في دوري صعب جدا عايز رأيك في مباراة بكرة عشان مباراة في منتقى الأهمية في صدارة الدوري طبعا مباراة الزمالك وبرامد شايفها إزاي لا مباراة طبعا زي ما حالك قلت مباراة النقطة فارقة اللي نادي الزمالك بالذلك لو فاز بيها يعني اقترب كثيرا من بطولك الدوري بلاسبة 70-80% ديرامد لو كسب لا هيبقى يخش بكوة مع نادي الزمالك وإبقى أمل للنادي الأهلي يعني يبقى الثلاث الصراع هيظل لغاية آخر مباراة صح مدينة ثلاث أدلية إنما لو برامد سكسب أعتقد هيبقى أكتر حظوظا في الفوز الدوري لو فاز بكرة عميزة مالك والعكس صحيح والعكس صحيح كابتن الكبير كابتن علاء عبدالعالم مدير فني لفريق أسن كامباني أنا بهنيك من اليوم مباروك الفوز النهاردة على الفريق سلامية كلبطرة وبهنيك كمان على المستوى في آخر ست مباريات لفريق أسن يخسر أربع انتصارات وتعدلين ده نتائج رائعة جدا مع مدرب قدير وكبير في الدوري المصري من مدرب قدير وكبير إلى مدرب قدير وكبير آخر كابتن طريق العشري عامل ملحمة ملحمة مع فريق طلاع الجيش طلاع الجيش النهاردة بيفوز اتنين واحد على الاتحاد السكنداري ويصعد للمركز الرابع المربع الزهبي فيه الدوري الممتاز هدف أول ليه علي الزهدي في الدقيقة أربعة وبعد كده سجل أحمد سميل الهدف الثاني في الدقيقة خمسة واربعين برقصية مميزة هدفين لطلاع الجيش أنهو الأمور ونادرا نادرا فكرون يا جماعة امتى آخر مرة طلاع الجيش سجل هدفين في المباراة يعني زمالي في الاعداد عشان أعتقد أنه طلاع الجيش تقريبا يعني ممكن يبقى ممكن يبقى مرة يعني ممكن يبقى مرة ولا حاجة بواطنج سجل هدف للتحاد الوحيد بس طلاع الجيش سجل هدفين دائما طلاع الجيش يفوز بهدف يتعدل بهدف لهدف يتعدل سلبيا يخسر بهدف لكن الهدفين دي بقالها كتير ما حصلتش مع طلاع الجيش مع مدرب وقاعي جدا وقاعي جدا الكابتين طلاعي العشري مالوش دعو بقى بالكلام أصل الأداء ممل أصل الأداء دفاعي أصل الأداء مش عارف إيه يعني هي مباراة بيرامتز كانت اتنين اتنين وقلوا لي برضو مباراة بيرامتز كانت من إمتى يوم 12-7 دي ده لسه قريب هي دي يمكن المباراة غير كده هتلاقي طلاعي الجيش عادة يبيسجل هدف يبيخش فيه هدف كابت طريق العشري أداء رائع كان معايا يضيف قبل كده هنا في رقم عشرة وأنا الراجل ما بسمعش لحد هذا راجل وقاعي بلعب بإمكانياتي بلعب بالشغل اللي أنا عارفه هو الصح بواتنج سجل هدف الاتحاد الوحيد في هذه المواجهة في ديها خمسة وسبعين وبصراحة كده بقى الأندية الجامهرية الاتحاد المصري حتى الإسماعيلي طبعا وغز المحلة يفوقوا بقى معنا للسنة الجاية هو صحيح معظمهم مش في مناطق خطيرة باستثناء يعني الإسماعيلي وشوية غز المحلة بس لازم يبقى أحسن أحسن الموسم اللي جاي نحب نشوف الأندية الجامهرية دائما في الدوري في جماهيرهم العظيم زي ما نحب نشوف الأندية الأندية اللي بتزود الدوري منافسات وأداء جيد وأداء رائع يعني حل مثلا عشان برمز مش نادي جماهيري فحنبقى زعانين لو بيعملوا ده بالعكس هو بالنسبة لنا دلوقتي نادي عظيم وكبير إنه ينافس الأليو الزمالك وأجعل من الدوري دوري ممتع نزعل إن فيوتشر بيخش وينافس عم ربع زي بربطوات الأفريقية نفرح وننبسط إنه نادي زي فيوتشر دخل وخلى فيه منافسات في المباريات خلى المباريات ممتعة هدي كلها حاجة إضافة لجودة المسابقة وطبعا جودة اللعب المصري المفروض تتحسن مع هذه المنافسات المميزة في الفترة الأخيرة طيب ده كلام عن الزمالك كلام على بيرامدز وكلام عن مباريات الدوري اليوم النادي الأهلي في حالة كده من الغليان وبين كوصين كده اليأس عند بعض من جماهير النادي الأهلي أو كسين من جماهير النادي الأهلي أنا بصراحة مش فهمها أنا مش عارفها أنا فهمه أن جماهير النادي الأهلي دايما تقول لك إيه أنا في الحلوة والمرة معاه في الحلوة معاه وفي المرة معاه طيب هي المرة دي بقت مرة قوي ولا مرة شوية لا مرة شوية مش قوي ليه إنه لقى لسه بينافس على الدوري فكرة الأحباط اللي عند الجميع ده ما ينفعش يبقى موجود وإنت لسه بتنافس على الدوري بس لو أنت بتشتغل أنا بتكلم عن النادي الأهلي وهو بيشتغل لازم يشوف المشاكل اللي عنده وإيه اللي خلت الفريق يهبط مستوى بالشاكل ده خليه يخسر دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهاية ويخسر نهاية كأس مصر وشوية حظوظه تقل في الدورة وإن كانت قوائمة زي ما أنا قلت إيه المشكلة إيه الأزمة أنا رأيي إنه جمهير وإعلام وإدارة وكلنا نساعد ونشوف إيه المشاكل ونقول والله دي وقت نظرنا هو ده هي دي المشكلة هي دي الغلط على فاكرة زي ما بنقول على الإسماعيلي وبنقول على الزمالك ونقول على إيه نادي في مصر إحنا دورنا أو شغلنا إن إحنا نقعد ندور هي الأزمة فين ونحله مش الهدف إن إحنا نقول إلحق الأهلي فيه أزمة إلحق الزمالك فيه أزمة عشان الناس تقول لك إيه وانت جاي دلوقتي تتكلمني على أزمات الزمالك الأهلي مكلمش على أزمات الزمالك كنا لسه بنتكلم إن الزمالك مثلا عنده مشكلة في القيد وعنده قبل ما ييجي بريرة كنا بنقول إنه فيه كوارث في الأداء الفني للزمالك مع كارتيرون وخلافه ونقول كان تحسينه إيه وقت ما كان كارتيرون موجود في الرأي مع زمالي فكرنا هي المشكلة في قائمة النادي الأهلي إيه قائمة النادي الأهلي المفروض مليانة لعيبة الأهلي مثلا ما كانش عنده فترات كده متوقفة مثلا والأهلي كان بيعمل صفقات طيب ليه فيه فراغ في القائمة ليه اللاعب البديل ما يبقى زي اللاعب الأساسي النهاردة بالمراس بحمن عبدالقادر أصيب ومش هيكمل الموسم مع النادي الأهلي زي اللاعبين مش هيكمل الموسم مع عمر السلية وحسين الشحات ومحمد شريف بس حط دي على جنب عشان عنده تماظق في العضلة الخلفية ودي أزمة من الأزمات لأصابات الكتيرة للأهلي بس حطا برضو على جنب لحد ما كلمك في الموضوع اللي أنا عايز أكلمك فيه مين أكتر لعبين ممكن نقول عليهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي مين بسرعة كده فكر معاه في لحظة عمر السلية حمدي فتحي أليو ديانج علي معلول محمد مجدي أفشا محمد الشناوي حدي تاني لا طيب ليه هم دي الأعمدة الأساسية ومجربة السلطة البيعي ما أنت ممكن تقول لي أنا بحب فلان في الأهلي وبحب اللعب الفلاني واللعب دا كويس أنا أكلمك على اللاعبين اللي في السنوات الأخيرة أصروا في النادي الأهلي في تشكيلة النادي الأهلي لما واحد فيهم كان بيغيب كان بيبقى فيه مشكلة لما موجودين بيبقى فيه تأثير إيابي سيبك من الحالة الفنية اللي معظم اللاعبين في الفترة الأخيرة في آخر المباريات أمكلمك على مدار المواسم المضية مين اللي كانوا مؤثرين وعندهم شبه سبات في المستوى هم الست اللاعبين اللي أنا قلتهم مرة أخرى عمر السلية حمدي فتحي أليو ديانج علي معلول محمد مجدي أفشة ومحمد الشناوي هتقولي بقى من الأول كده الحكاية الأهلي تعاقد في يناير 2016 مع عمر السلية ركز معايا يناير 2016 عمر السلية صيف 2016 محمد الشناوي صيف 2016 علي معلول دولة التلاتة اللي شغالين دلوقتي وهم الأساس في تشكيلة الأهلي في يناير 2019 حمدي فتحي في صيف 2019 محمد مجدي أفشة في صيف 2019 أليو ديانج تمام؟ ده معنى إيه؟ ده معنى إيه؟ إنه يناير 2020 صيف 2020 يناير 2021 صيف 2021 يناير 2022 خمس فترات انتقالات عدت على النادي الأهلي دون صفقة مؤثرة في تشكيلة الفريق تاني خمس فترات انتقال مروا على النادي الأهلي دون لاعب في التشكيلة الأساسية تقدر تقول ده شايل الأهلي خمس فترات انتقال هنا على طول وانت مغمض؟ لا في مشكلة في الأهلي في ما يخص الصفقات الجديدة في مشكلة في الأهلي فيما يخص الصفقات الجديدة حدا يقول لي ما هو بدر بانون كان كويس طبعا كان كويس لعب قديه بدر بانون لعب قديه مع الأهلي استفد منه الأهلي قديه وكمان بيعه يعني حتى مش مكمل أنا بقول مثلا الجيب بالي للوقت إنه اسمه محترم بس ما أقول الأهلي ملحقش يستفيد منه الباقي كله الأهلي ما استفادش منه استفادة كاملة وكبيرة كان لعب مؤثر في تشكيلة النادي الأهلي هم الست لعبين دول اللي آخر واحد فيهم اتجاب في صفق 2019 عشان كده لما بتقول الأهلي البطل سنتين وارا بعد في دورة أبطال أفريقيا آه بطل حقيقي بس بلاعبين ما حصل لهمش أبجريد التشكيلة أو القائمة ما حصل لهاش أبجريد تحديث وتعديل ما حصلش ما فيش فرقة بتفضل بطل طول الوقت دون تحديث طول الوقت انت لما حدست واضح إنه التحديث كان غير موفق عشان كده هقول لكم النهاردة شوية أسماء الأهلي بيفكر يجيبها الفترة اللي جاية مثلا محمد صبحي أو محمود جاد في حراسة المرمى عشان يدعم حراسة المرمى أحمد عاطف وشدي حسين لخط الهجوم أنا بقولك اللعبين المحنين عشان الأهلي كمان بيشتغل على لعبين أجانب محمد حمدي وعمر السيسي مصطفى الزناري وهشام صلاح ومصطفى الشلبي دي أسماء محلية الأهلي بيفكر فيها حلوين هيلين كل أسماء نقولتها دي عاملة شغل في الدول المصري بس لازم الأهلي وهو بيختار يكون متأكد وعارف إنه اللاعب ده لما هيجي الأهلي هيبقى بنفس التميز عشان هي قصة مش إنك بتلم المميزين بس إنت بتشوف احتياجاتك وبتشوف اللاعب ده لما تبص على الهيستري بتاعه أو كده تاريخه هيصلح للأهلي أو لا يدل يشيل مسئولية أو لا عنده صفات شخصية عنده صفات بدنية عنده تفاصيل كتيرة مش مجرد أسماء مش مجرد أسماء وفي المقابل وإنت بقى بتمشي اللعيبة تبقى عارف إنه اللاعب ده ممكن يمشي عشان ما تدنيش زي الستة اللي أنا قلتهم من شوية ممكن إيه المشكلة حتى أنا هقول لكم شوية أسماء من توصيات لجنة تخطيط بالنادي الأهلي توصيات من لجنة تخطيط بالنادي الأهلي إنه هم ممكن يمشوا دي كوليس خاصة الرقم عشر أقول لكم حالا دلوقتي حالا عشان تشوفوها معنا الأسماء اللي بيفكر النادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح إنه هم ممكن يمشوا لجنة تخطيط بالنادي الأهلي برئاسة كابتن محسن صالح خلال الفتر أخيرة اقترحت التعاقد مع 6 لعبين جدد لتدعيم الفريق وفي نفس الوقت اقترحت رحيل 10 لعبين ضفع واحدة عن السواء اعارة أو بيع النهائي أو عدم تجديد العقود وأنا أقول لكم الأسماء المقترحة يمكن لانضمام للأهلي هلأخذ دلوقتي الأسماء اللي ممكن تمشي من النادي الأهلي أول الأسماء اللي ممكن تمشي من النادي الأهلي هو علي لطفي حارس الفريق من الأسماء التي اقترحت لجنة تقديد اعارتها أو حتى رحيله نهائي لسببين الأول أنه شخصيا متمسك بالخروج إعارة بحثا عن فرصة المشاركة أساسيا وسانيا ترى اللجنة أنه حال ضم محمد صبح حارس فاركو أو محمود جاد حارس إمبي لن يكون هناك حاجة لتواجد لطفي تجنبا لوجود عدد كبير من الحرس الاسم الثاني اللي وارد رحيله هو محمود متولي مدافع الفريق ترى لجنة تقديد أن الأفضل رحيله خصوصا وأنه غير قادر على استعادة مستوى من وجهة نظرها بسبب كسرة الإصابات التي اتعرض لها مع الفريق واقترحت اللجنة يدخاله ضمن أي صفقة تبدلية يرغب النادي في عقدها الاسم الثالث هو محمود وحيد زغير أيصر الفريق ترى اللجنة أنه لم يستغل الفرصة التي حصل عليها وكان من المفترض أن يظهر أو يظهر نفسه بشكل أفضل خصوصا بعد تراجع مستوى عالي معلول إلا أنه لم ينجح في إثبات نفسه وترحب اللجنة بإعارته أو بيعه بشكل نهائي الاسم الرابع ويمكن واحد من المفاجآت يعني محمد هاني أزيل أيمن للفريق يعد من أبرز المفاجآت في توصيات لجنة التقطيط حيث طلبت رحيله بسبب تراجع مستوى في الفترة الأخيرة إلا أن هناك بعض الأصوات داخل اللجنة التي تطالب باستمراره لكن الأغلبية تؤيد فكرة رحيله عن الفريق في الانتقالات الصيفية قصر قصر جدا في حق نفسه محمد هاني بصراحة خمسا بيرسيتاو اللعب الجنوب أفريقيا الذي اتعاجد بعه بيتسو موسيماني أوسط اللجنة برحيله نهائي وبيعه لأعلى عرض يصل إلى النادي خصوصا وأن اللجنة تؤمن بأنه لن يحدث أي فارق مع الفريق إذا استمر في الموسم الموج بالذلك كانت هناك دعوة صريحة بالتخلص منه في أقرب وقت طبعا الموزنبيكي لويس ميكي سوني اللجنة بالآخر بفريق الآلي أوسط لجنة التقديم برحيله لكنها طلبت أن يشارك فيه بعض المباريات من أجل تسويقه حتى لا يخسر فيه النادي كثيرا ويحصل على عرض مقابل بمقابل مناسب يمكن بيعو به سابعا حسين الشحات يعد هو المفاجأة الأكبر في توصيات لجنة التقديم بالآلي حيث أن هناك أصوات تطالب ببيعه الأعلى عرض يصل إليه خصوصا وأنه تلقى عروضا من أندية سعودية بجانب أندية أخرى كما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا يوجد أينية للتجديد له وقد ينتظر النادي لتعافيه من إصابته الحالية ثم إعارته أو بيعه رامي ربيعة مدافع الآلي بعدما كان هناك اتجاه لتجديد عقده لفترة أخرى بدأت تتعالى الأصوات داخل لجنة التقديم بضرورة رحيله خصوصا وأنه يمتلك عرضا قطريان وعقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم وأصبح هناك عدم رغبة في تجديده قال يدينج لعب الوسط المالي أوسط لجنة التقديم بالموافق على رحيله حال تلقى عرضا مغران في المركات والصيفي خصوصا بعد تراجع مستوى بشكل ملحوظ مؤخر وإن كان تحسن نسبيا في آخر مباراتين وبدأ القلق يساور اللجنة حول تراجع سعره إذا ما صبر عليه النادي أكثر من ذلك هو القليل عايز يستفيد منه ملين ليس تقديدا من أليو دانج حتى لو هبط مستوى لكن لعب كبير أو مائز بس ممكن القليل تسوقين يستفيد منه عشر في اللعب العشر هو محمود عبد المنعم كهرباء الذي انتهت عرضه بالدوري التركي هناك قرار في لجنة التقديم ببيعه نهائي خصوصا بعد أزمته الأقيرة وتغريبه مليوني دولار في قضيته مع نادي الزمالك حيث تفاضل لجنة إبعاد النادي عن هذه الأجواء والأحداث تاني بالمناسبة لما منعد لحضرتك الأسماء المقترحة من لجنة التقديم إنها تمشي ده مش معناها إنه الأهل يواخد قرار إنه هو هيمشي اللعبة دي لا هو بس لما لجنة التقديم بتحط تقول مثلا لو حسين الشحاة جاله عرض نبيعه لو قال يدينج جاله عرض مغري نبيعه بس فيه لعيبة ممكن تفضل لو ما جالهاش عروض كبيرة هتفضل في الأهل بس الأهل فتح المجال يعني فيه لعيبة الأهل مش هيبيعها مثلا هيقولك لا أنا أفشا مش هيبيعه أنا مثلا محمد الشناوي مش هيحترف مثلا يعني يعني دي من الحامدي فتحه وعمل سويا لا مش هقدر أسيبهم دلوقتي مثلا ده البن مقفول بالنسبة له باقيين الأهل يسمع ممكن يسمع عروض فيه لعبيد تانية ممكن الأهل بكل حوالها هيستغنى عنه والله يجال له عرض كويس مجالوش عرض كويس يا واحد زي محمود وحيد كده كده الأهل مش هيكمل معاه علي لطفي غالبا عشان هو رغبة الحارس نفسه أن ياخد فرصة تانية دي نقطة الأهل خلال الساعات اللي فاتت عرض 10 مليون جنيه زيادة لنادي فاركو لضم محمد صبحي بحيث يدفع 30 مليون 20 مليون دفعهم فاركو لإتمام ضم الحارس من الزمالك بشكل نهائي و10 مليون الأهل هيزودهم لفاركو يعني يديه 30 مليون جنيه وياخد محمد صبحي وفاركو وعد أنه هيرد بنهاية الموسم على الأهل بخصوص هذا العرض مصدر بالنادي الأهلي فيما يخص أشرف بن شارك قال أنه مش صحيح أن اللاعب رفض بشكله قاطع اللاعب للنادي الأهلي وقال بالعكس أبدأ موافقة مبدئية لكن في بعض الشروط المالية بيتم التباحث فيها مع الشقيق وأنا قلت لكم قبل كده هذه التفاصيل المالية اللي تبدو تعجزية تبدو تعجزية الراجل طريب أرقام يعني التفوق يعني 2 مليون 300 2 مليون 600 و 3 مليون دولار ده على مدار 3 مواسم لو الأهلي عايز يجيبه ده رقم أعتقد يبقى حتى على الأهلي كبير أتوقع يعني ما عرفش بدر بنون تنازل للنادي الأهلي عن 412 دولار بالتحديد دول بقى مستحقات عقده 412 ألف دول دول بقى عقده مع النادي الأهلي تعرفين أن الأهلي كان باع اللاعب لنادي قطر القطري ب 2 مليون دولار يعني الصفقة في الأول والآخر كده يعني فادت الأهلي بما يقرم من 2.5 مليون دولار ده فيما يخص بدر بنون اللي أقدمه النهاردة ناديه بشكل محترم جدا وقال إن السلطان بنون أصبح موجود في نادي قطر القطري العيم مهم وعيم مميز بس يعني ظروفه الصحية في الفترة الأخيرة أثرت جدا عن مشاركاته مع النادي الأهلي الحمد لله لأنه هو بس ده الأهم بالنسبة لنا كلنا أنه هو أصبح معاف وزي ما قلت لكم من شوية أنه أحمد عبدالقادر خلاص عنده تمزق فيها العضل الخلفية وهيغيب عن الأهلي حوالي شهر ونصف من 5 إلى 6 أسابيع يعني نروح لنادي الزمالك ولكن للقرب نادي الزمالك استقرت على تجديد التعاكل مع محمد أشرف روأة وده بطلب من جوزفالدو بريرا نفسه لقم 10 عارف إنه رغبة روأة هو الاستمرار في الزمالك رغم بتلاكه أكتر من عرض بالدوري المحلي عاد أحيائه يعني عاد توهجه بريرا بصراحة فرق مدرب المدرب اللي يعرف ياخن من اللعب أقصى ما عنده أقصى ما عنده يعني اللعب الواحد شهر اللعب الحلو أعتقد مسؤولية المدرب قبل ما تبقى مسؤولية اللعب نقول يعرف يوصله لمستوى جيد طبعا فيه مهارات حاجات فطرية بس يعني المدرب له دور طبعا مع أي لعب زي بالضبط كده المخرج مع أي ممثل يقول لك الممثل يقول لك إيه أنا المخرج ده هو اللي خلاني أطلع من جواي حاجات ما كنتش عارف إنها جواي نفسي كصة اللعب لو فيه مدرب جيد يطلع منه أقصى حاجة ساعات الفاتة تتقال إن يوسف أباما عنده عرض من السعودية وبيدرس الرحيل عن نادي الزمالك رغبة يوسف أباما هي الاستمرار مع نادي الزمالك بس ما عندهش مانع لو الزمالك وافق على أي عرض يجيله إنه يرحل لكن هو رغبته الأولى البقاء مع نادي الزمالك ده بحسب معلوماتنا في رقم عشرة فيما يخص أوباما النهاردة منتخب مصر للشباب تحت عشرين سنة عمل مباراة في منتهى القوة والحماس والروح قدام المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب للشباب فاز منتخب مصر اتنين واحد بأداء رائع جدا ومميز جدا وتأهل نصف نهائي البطولة منتخب المغربي المناسبة هو اللي تقدم أولا عن طريق أسامة الياقوب وبعد كده تعادل أحمد حواش لمنتخب مصر أحمد حواش بيلعب في أمبي وبعد كده سجل هدف الفوز لمنتخبنا الوطني صلاح باشا المحترف في نادي أودينيزي الإيطالي وده نفس السيناريو بالمناسبة مباراة مصر والمغرف كأس الأهم الأفريقية كانت المغرب تقدمت بهدف وبعد كده مصر ردت بهدفين كده منتخب مصر للشباب هيلاعب منتخب الجزائري في نصف النهائي بعدما الجزائر كذبت تونس في ربع النهائي ومباراة مصر وجزائر بإذن الله هتكون يوم الأربع اللي جاي الساعة تمانية مساء ده فيما يخص كأس العرب للشباب وروي فيتوريا كان بيتفرج على هذه المباراة وعلى الإستجرام هنأ منتخب الشباب بعد الفوز بهذه المواجهة كتب تويتا محترمة جدا عبر حسابه الرسمي على الإستجرام قال أحسنتم يا شباب أداء ممتاز وإلى التحدي المقبل عاجبني فيتوريا إنه مركز قوي قوي وأنا أقول لكم الكلام ده قبل ما تحط رجله في مصر لما سمعت له حوارات كتيرة الراجل ده بيركز قوي مع الشباب هتشوفوا لعبين شباب والمفاجآت كبيرة في قائمة منتخب مصر أول قائمة ليه هتشوفوا المفاجآت هو بيحب الشباب هو مقتنع إنه يقدر يتعامل مع اللعبين الشباب أكتر من اللعبين الكبار يقدر يشكلهم زي ما بيقولوا كده على مزاجه بعد الفاصل زي ما قلت لكم هيكون دفي إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن طارق السعيد نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى هقول لكم حاجة بصراحة شديدة أنا الفقرة دي من الفقرات اللي دايماً بقول إيه دي بتاعت اللي أنا بحبها أنا عادي في النجم اللي معي النهاردة حضراتكم كلكم بتحبوه بس أنا بحبه ازيادة عن اللازم ليه بقى؟ لأنه أنا بفرج على كورة بيلعب في الزمالك بيلعب في الأهلي بيلعب في منتخب مصر حريف شغال سريع موجود عرضيات مميزة مفيش بعد كده تصويب على المرمى مفيش بعد كده لاعب أسطورة بكل المقاييس اسم كبير في تاريخ الكورة المصرية كابتن الكبير كابتن طارق السعيد نجم النادي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر الأسبق كابتن طارق مشارك كريم زيك حبيبي أنا فرحانه وبصورة أنت موجود مع الله ده شرف كبير دايماً إن شاء الله ومشاء الله عليك يعني بحاجة تفرح الله أكبر ومزيد من تقلب يا ربي خليك ربي خليك كابتن طارق تعالوا نشوف تأييد عن الكابتن طارق السعيد ونرجع بقى نقول أحلى كلام مع الكابتن طارق خليكم معنا طارق السعيد ريفالد الكرة المصرية أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا بالقدم اليسرى في الدور المصري وبقميص الفراعنة حيث إنه لاعب يتمتع بمواصفات مهارية خاصة جعلته من الأفضل في مركزه خلال فترة تواجده بالأهلي والزمالك والمنتخب بدأ نجم طارق السعيد يلمع مبكراً مع الزمالك في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة وتوج بالقميص الأبيض بألقاب الدوري وبطولة إفريقيا والسوبر الإفريقي وكذلك حصل على لقب هداف الدوري عام 2001 خرج طارق لرحلة احترافية ناجحة مع أندرلخت البلجيكي لكنه عاد بعد عامين إلى نادي الزمالك وقضى معه أربع سنوات قبل أن يقرر الانتقال إلى النادي الأهلي ويصبح من أبرز اللاعبين الذين لعبوا للقطبين خلال مسيرة السعيد مع الأهلي الدوري وبطولة إفريقيا وحصل على برونزية كأس العالم 2006 في اليابان كما كان أبرز لعب الفريق الأحمر في عصر الجيل الذهبي والآن وبعد مسيرة كبيرة على البساط الأخضر يواصل طارق رحلته مع الساحرة المستديرة لكن من مقعد المدير الفني طارق السعيد ضيفاً على رقم عشرة مع كريم رمزي للحديث عن رحلته مع الكرة المصرية وطموحاته التدريبية وغيرها من الأمور الأخرى تاريخ كبير وعظيم ورائع في فترة قصيرة بالمناسبة يعني عشان حضركم أو فيه ممكن جيل شباب صغير أو ما يعرفش أو ما شافش كابتر طارق السعيد كابتر طارق السعيد مبطل كورة 30 سنة يعني كل هذه الإنجازات الرائعة فيها فترة احتراف طبعاً فاندلقت يعني عشان برضو لو عدت منكم ما تنسوهاش يعني اندلقت البلجيكي كل فترة الرائعة دي مع المنتخب ومع الزمالك ومع الاهلي ومع اندلقت البلجيكي كان لحد 30 سنة يعني وهو طبعاً نصيب طبعاً ورزق طبعاً في البداية لازم أشكر حضركم طبعاً التقرير المحترم دوت يعني طالع من ناس محترمين زي حضركم يعني هو طبعاً نصيب ورزق طبعاً ان انا بطلت في سن صغير عكس العيبة كتير كملت واللعبة بشكل جيد يعني وعندنا نمزل كتير طبعاً لكن هو نصيب ليه بقى وقتها اخدت القرار ده الإصابة إصابة يعني للأسف كمان انا عمل أكتر من 6-7 عمليات في رجبتي والعملية الأخيرة فكت لازم أروح ألمانيا وعملها وبعد سنة سنة ونص ترجع تلعب تاني فالقصة كغيرة وانت ساعتها كنت تلعب في النادل آهلي صعب كان حد يستنىك سنة سنة ونص وبعد كده لو رجعت يعني رجعت بالزاكرة طبعاً انت لعبت الزمالك والآهلي ومنتخب مصر هتروح فين تاني هتروح بقى مع احترامي وتأديري طبعاً لكل الفرة رغم كان في بعض العروض عندي لكن قلت خليك في أهلي أو زمالك آخر حاجة أعتقد بتبقى أفضل بكثير لأي داك دلوقتي يا ولد رولهاك أنت تتسرعت إنه في العيبة الآن تبقى أعلم بتتسويب طوال ثلاث سنة ونص وترجع تلعب عليك والله بص 2006 و2007 و200 غير دلوقتي تمام يعني دلوقتي فرق كم سنة 13 دلوقتي هيستنوك وغير ما يستنوك كمان التكنولوجيا في العلاج بقت أفضل بكثير حتى في العمليات الجراحية بقت أفضل بكثير ممكن ترجعك أكثر سبعة شهور لكن ده نصيب ورزق في التعريق ده إيه أكتر كورة فاكرة بتحبها وأكتر هدف أو أنت بشكل عامي أكتر مطش يجوني المقولين ده أنا بحبه جدا بتاع المقولين اللي أنا جبته دوت والهدفين بتقع الجزائر طبعا يعني هدفين الجزائر طبعا لم ينسوا وخصوصا قبلها كنت عامل مصيبة مصيبة مطش المغرب بس دايما أنا دايما بتكلب على قصة المغرب دي عشان برضه أفكر الناس آه بس اللي هيفرع يعني أنا كنت في الستانت المباراة دي أنا أعتقد أكتر كم فرص ضائعة في تاريخ الكورة المصيبة أو في تاريخ منتخبات مصر خبتك باري الله يرحمه جاب لنا يعني السدهية بتاعة المباراة قال لنا عيد الفرص واتكلم مع الصحفيين واتكلم مع أنه قدر قال له ما نعمل إيه يعني أنا تقول أنا حط الكورة وقول شو مكان فرصة في مباراة المغرب وجاب عمل بعد التصفيات كلها تلعى أكتر من 35 فرصة لمنتخب مصر حقاقية كممكن يحرص فيه أهل أنا اليوم ده بقولك أهل في المدرجات مقصود يتنبح مباراة المغرب دي بقى بالذات 5-6 أو 7 فرص الزهر كان عمل لنا حيكة ولا حيكة تصفيات كاس العالم 2002 ويا كانت أول مباراة تقريبا صح؟ لا كانت تاني مباراة وكانت الأمور بقى بدأ هتبدأ تهرب مننا لكن إحنا لوحنا لعبنا عشان ناميبيا تعادلنا مع ناميبيا فالأمور بدأت تتصعب لكن بعدها مطش الجزائي محمد فاروق قال لك إيه سعيتا عشان فاكي المشهد ده بعد إيه زعقا أنا والله بص أنا كنت تسامي عايز الأرض أنا فاكي محمد أقول ما أنت ضيعتها كنت محمد فاروق جري عليك جريا لو أنا خفت عليها قولت هيعمله إيه لا هو إيه يعني حرام يعني بس في الآخر أنت عايز الأرض تتشأ وتبلعك سعيتا ويا سبحان الله نفس الكرة مطش الجزائي شو الطاعة خلاص ما أنت تعلمت بقى بس أنا عيشت مواقف بعد الهدف دوت اللي ضيعته مطش المغرب مواقف كتير جدا يعني بقابل الناس يعني لدرجة بدأت تشتم بدأت الناس تنتقدت بشيء يعني خارج عن الطبيعي لكن الإنسان أكتر إنسان فرع معي في الأيام دي كان الكابتن جهر الله يرحم قال لي عشان تقدر تتعلم لازم تواجه الناس صح وتطلع وتتكلم وإيه المشكلة نجد ضيعت فرصة لكن الجدعانة والرجولة إن أنت تجي لك نفس الفرصة وتسجلها بعد وسبحانك يا رب يا جات وطش الجزائر كنا بنتعلم الكابتن جهر حاجات كتير دلوقتي زمان يعني أقولك إنه زي ما بتفرح الناس كلها بتشجعك الستين ولا تمامين ألف مشجع تستحملهم لو هم عشان كده اللعيبة دلوقتي هي اللعيبة دلوقتي مع احترامي وتأديري ليهم ما بيش عارفين لعبوا تحت النقطات اللعيبة دلوقتي لما يبقى خمسمائة ستمائة واحد في المدرج وبيشتموك وإنت بتخاف تستلم كورة وعاوز تهرب وعايز توقف في الرلاعب عشان بتاخدش الكورة وتخاءت ليه وإنت لعيب كورة زي ما بيشيلك على كتافهم حينتقدوك وإنت وحش فده لازم طبيعي لعيب الكورة على الحلو والوحش لعيب الكورة بشيك إنت في نفس المباراة وكيدة إنت عيشت ده كتير بتسجل كورة تضيع اللي بعدها تليهم زي ما عليك هو جمهور كده عشان طبعا هو جمهور اللي بيطلع هو جمهور اللي بينزل لكن من الآخر الجمهور دايما عايز يفرح إنت برضه هو جاي قطع تذكرة أو جاي مستمتع عشان عايز يفرح لبلده أو ناديه أو أيا كان ففي الآخر هو عايزك تكسب وتفرحه لكن بتيجي بقى ساعات الحزوز بتبقى مش ماشية كويس وتوفير ربنا فوق كل شيء طبعا ده قبل ما خش على الدوري وتفاصيل الدوري والبيحصل في الدوري عايز أكمل معاك الحوار ده عندنا مشكلة فعلا في القواليتي في اللعب المصري ولا هي مشكلة الظروف مشكلة التدريبات مشكلة اختيارات يعني المشكلة فيين المشكلة من الأساس إن اللعيبة عندك مش بتأسس اللعيب اللي موجودين حاليا المواهب قلت عندك كرسة في الكرة المصرية لما هي بقى أحسن اتنين اللي عيبة في مصر شيكابالو عبدالله السعيد لعب دقائق في ممارات مطش الأهلي كان مؤثر والزمالك الأخيرة كان مؤثر الناس بتنادي بتقولوا يا ريت والي دي يرجع تاني اللعيبة اللي موجودة دي فين بقى أننا نحرارة وفين القلب وفين أن أنت يكون عندي إسرار وعزيمة أن أنت لازم ترجع تاني ولازم أرجع للمستوية اللي أنا الناس عرفوني بيه طب أنا لو مش هقدر نساحي بقول شكرا مش هقدر ما قدرش ألعب تحت الضغوطات لأن العيبة الأهلي والزمالك على مدار التاريخ كله لازم يقدر يتحمل هذه الضغوطات زي ما بتقولها كابتن كريم نقطة مهمة زي ما بتضيع كورة بيعود يسيبه فيك وبعدها بتجيب كورة بيتكلمه عليك ويتكلمك ويحطوك على الأكتر أنت لازم تتعود على ده في الكورة في اللي جاي كمان هيبقى أصعب لأن أنت في مقارنة ما بين الأجيال غزبا عن أي حد دي مشكلة كبيرة جدا ودي مشكلة كبيرة جدا أن يبقى متقارن بالأجيال السابقة مع هذه الأجيال رغم السوشال ميديا رغم الأرقام اللي ما شاء الله بياخدوها رغم كل سبل الراحة موجودة ليهم إحنا ما اشتغلناش في ملاعب زي دي ولا كان فيه إعلام زي دوت ولا سوشال ميديا زي دوت ولا حتى التطوير في عالم التدريب وفي حاجات كتير جدا مش عايزة أقول لو إحنا كنا موجودين كانت الأرقام هتبقى أكبر وأكتر لكن هو طبعا كل جيل كل جيل طبعا لنصيبه ورزقه أسألك سؤال في موضوع الأرقام ودي طبيعة الحال يعني تغير الأمور المالية والاقتصادية كل شيء كل شيء فطبيعة الفلوس هتبقى أكتر وإنت كنت بتاخد فلوس أكتر من كابتن فاروق عفر ممكن أكيد يعني هتبقى أكيد بس أنا أقصد أنه دلوقتي اللعيبة بتاخد فلوس كتير جدا ماشاء الله جدا وشهرة مش طبيعية سوشال ميديا حتى لو لعيب لمس لمستين بقى مستورة والنجم والعظيم هو ده اللي يمكن بأثر عليهم معنويا يعني أنت للوقتي يأثر هو ده يأثر معنويا ولا يخليك تعلم معنويا ما حقول لك رأيي وقول لي صحة ولا ولط إنو لم تاخد فلوس كتير جدا أولا أنت عايز تترفع بقى بالفلوس دي فتركيزك في الكورة وأنك عايز تشتغل بيقل ده واحد أنا ما أتكلم على الناس إنه مش المفوط ده يحصل شهرة زيادة إن أنا خلاص تمناها جامعة كده كده أسطورة لمست لمستين وبقيت أسطورة أنا محتاج إي تاني فأنا وصلت بقيت أسطورة ومعايا فلوس كتيرة أوي محتاج إيم الكورة تاني هو هنا الطموح بقى وهنا هدفك إنت عايز توصل ليه هدف جمع الفلوس فقط لغير ولا جمع فلوس وجمع بطلات والناس كلها تعرفوا ها هو ده الفرق ما بين الأجيال الحالية والأجيال السابقة في الجيل الحالي دلوقتي عايز يطلع يبقى مدير على طول طب إزاي هتبقى مدير وإنت لسه ما تمرمطتش بلغة اللغة العالمية بتاعتنا لازم تتمرمط في حياتك وتشتغل وتروح وتيجي فإنت القصة دي برضو لازم التربية لازم النوادي كلها دور لازم ما يكونش كل حاجة رفاهية موجودة للعيب رغم الأرقام وده رزقهم وكل شيء لكن إنت كلاعب لازم يكون عندك إسرار طموح تصل لهدف زي الأجيال السابقة سؤال على الهامش كده بروش حالك بالنقاش بس لو إنت في البيك بتاع مستوىك اللي إنت وصلت له قبل كده معنادي الزمالك تحديداً كنت أفضل لعب في مصر وحده في الدوري في البيك بتاع مستوىك ده لو في البيك ده دلوقتي تطلب كام في المصر مش قصة تطلب كام كان هيدفعلك كام ساعت أو هيتقللك كام تفتكر هيتقللك كام كان هيتقلهم أرقام كان أكيد زي الأرقام الموجودة حالياً 30 مسام من يوم في المسلم فيهم بس الكلام دي لو يرجع بس الرجبة دي نغيرها شوية نغيرها بس نلعب شوية ونوضيهم 6 شهور بس هو نصبهم ورزوهم طبعاً بس نفسنا نشوف الأرقام دي بمرضود جاية في داخل الملعب ونشوف كمان لعبة عندها ثقافة لما يبقى بعض اللاعبين مستوى الفني في الوقت الحالي مش كويس وجماهيرك زعلانة وجماهيرك متضايقة ما طلعش هروح فرح لصحابي ما رحش أطلع على السوشيال ميديا وأتصور وأقعد على البسين والناس خلي برضو في شعور أيوة النقضي مهمة جداً لازم اللي عايب يحس بالمواقف اللي هو إيه حوالي بس كابتن طريق أسألك سؤال لو أنت كنت تلعب كورة وعندك مناسبة مثلاً في المؤسكر مناسبة فرح عيد ميلاد حاجة كلنا كنا بروح على فكرة صح كده سأل هقولك حاجة التوقيت أيوة التوقيت مهم أتكلم بأمانة أنا مع الموقف دوت ومش معاي أيوة مع الموقف أن أنا واحد صحبي أو قريبي أو أي إن كان صح حد يخصني بروح له وجامله ده عادي جداً وكلنا كلنا بنعمل كبير بالضبط لكن التوقيت أنا دلوقتي فرقتي خسرانة بطولة وفرقتي ماشية مش بشكل كويس وعندي إجهاد مباريات إن كل الناس قد تقول أصل النادي الأهلي بيلعب طولة أفريقيا والمنتخب مصري وإجهاد 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 صح طب أنا دلوقتي إجهاد وإجهاد طب ما أنا أكلم لو أنا صحبي دوت أو قريبي دوت بيحبك هيقولك قطر ألف خيرك متشكرين المباركة بتاعتك جات لي بس أنا هريح لو أنت بتبص لصحتك وشغلك الصح كلعيب كلعيب بتاخد أرقام ما شاء الله كبيرة كأنك لعيب عشان نديك وعشان بلدك إن أنت تستثمرك في الفترة اللي جاي أنا هقولك المعلومة الأكيد إنه اللي أنا عرفتها لما بحثت يعني نلاقي بتنادي الأهل اللي راحوا اللي أربعة اللي راحوا هم مشوا من الفرح ساعة ساعة ونص بليل فهما ما سيهروش زي ما بعض الناس قالوا وأنا معاك جدا في اللي أنت قلتوا ده بالزبط ساعة ونص بليل وفيه فرح بيبدأ ساعة ساعة ونص بليل هما كانوا بدقين من الساعة سابعة تقريبا أو هزا كده هم صدق الله أعلم بس هقولك حاجة طب هقولك حاجة عشان أنا هقولها الأول مرة يعني هقولها الأول مرة هقولها الأول مرة أنا لما بحثت عن الموضوع دو مرضيت شاب حس من في الفرعياء لا من عند النادي الأهلي أو لعيب النادي الأهلي عشان توقعت كده هم مش هيقولك برضو طبعا أنا كده فروحت لفين بقى رحت لمدير أعمال الفنان عبدالبسط حمال آه إنهما جوم الساعة كاما قال لي هما جوم تقريبا معنا ومشوا لما خلصنا الحفلة بتاعتنا الساعة كاما قلت له قال لي تسعة ونصف طولي أنا هما مشوا معكم ساعة تسعة ونصف قال لي آه مشوا ساعة تسعة ونصف دعلى هو ديت وشوف أنا بقول لك والله يا بس أي كان دي معنوعة أو مرة أو لها أي كان تسعة ونصف عشر ونص إن شاء الله بس الظروف دي ما تخلكش تزهر الظروف اللي أنت الحالية اللي أنت فيها والضغط النفسي والعصبي والإجهاد البدني بتاعك أعتقد الرحب بالنسبة اللي يبقى أفضل عارف بقى ممكن في حاجة يتقرب كل ده كابتن طارق أنا فكرت فيها برضو أنا عمال أشوف أي مبردات ليها روح سلم ألف مبروك ومبروك وسلام عليكم مش فيديو كليب حتى لو أنا هقف هسلم وامشي حتى لو هقف استغبع عن الكامر من غير رأس بقى استغبع عن الكامر هنا 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 العقلية هنا العقلية طبعا أنت مغلوب دلوقتي ما حدش همش هيسيبك إحنا مزي زمان إحنا كنا نروح لأفرام حدش هتتصور أغرج بالكودك صح أنت لو تصورت وصورت طلع لك بعد أسبوع لكن إحنا دلوقتي يسألوا شعياتها يسألك هتقيمتك على طول تاك أنت تصورت وتنزل على السوشيال ميديا على طول طبعا هلناس برضو عندها أحزائز لا كانت طرع لايف كمان لا ما هذه المشكلة نفسورة بعد شوية لا كان لايف رغم أن اللعيبة اللي راحلت اللعيبة محترمة جدا وعلى المستوى الأخلاقي اللعيبة جيدة جدا وعلى المستوى الفني أيضا اللعيبة جيدة لكن نختار التوقيت مش عارف طيب قبل ما نروح لزمائك وبينما أنك كلمنا عن الأهلي أو المستوى أو حالة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة تفسر بإيه حالة النادي الأهلي اللي حصل فيها دروب واضح والطموحات ونزول تماما مفيش شك أن طبعا المطولات اللي خسرها نادل أهلي في الفترة الأخيرة فرقت كتير مع المطولة الأفريقية وبطولة الكاسة مع تغيير الإدارات الفنية فرق كتير جدا مع الفريق لأن كل المدير الفني بيجيب طريقة لعبة معينة بيشتغل بها يعني جيه في الأول مسماني ويشتغل مع الفرق الفترة وبعد كده مشي كابتن سامي أمصان هو اللي كان مكمل لفترة وبعد كده جه المدير الفني الأخير سوارش وبيشتغل معه سوارش قاعدين نقول كل شوية إحنا مش عايزين نحكم عليه ده بقى له بس شهر وست سبع مباريات وثمان طب هونت أنت عارف أن فيه ضغط مباريات وعارف أن اللعب في النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي أنه هو تحت ضغوطات صح فأنت لازم تبقى عارف قيمة المكان اللي أنت جاي فيه مش هد دايما طول عمر أعزار وشخصية المدرب بتبان على اللعيب وبتبان في طريقة اللعب وبتبان في بعض الأمور الصغيرة في المباراة في تغييرات في موقف من المواقف في كور سابتة في حاجات صغيرة اللعب تلك كورة يفهموها أن هل المدرب ده بيشتغل بشغل جيد ولا ما بيشتغلش هل هو فارق مع اللعيبة ولا مش فارق المعدلات البدنية والفنية ماشي بشكل كويس ولا مش ماشي بشكل كويس فأعتقد الأمور واضحة مع الهزايم مع عدم توفيق مع الغيابات مع حاجات كتير الدنيا كلها رايحة للأسوأ للأسف للأهل في الفترة الأخيرة للأسف للفترة الأخيرة ماشي لأن كل يومين بيطلع لك إنه مبارح صالح محسن ومين النهاردة حمين عبدالقادر لنهاية الموسم عبدالقادر لنهاية الموسم قدي ده مزق تمزق في العدلة الخلفية قدي اتنين كمان طاروا منك غير اللي كانوا طيرين قبل كده غير بأن أنت عندك لعبة أفارقة بصراحة يعني أنا عارف النهاردة لجنة الكرة طلعت ببعض القرارات لتهدئة أعتقد يعني لتهدئة الأوضاع أو تهدئة جماهير النادي الأهل أنت عندك أفارقة أصلاً ما ينفعوش يلعبو في النادي الأهل يمكن ديانجي بس هو اللي يقدر أول مكان جايكاً ماشي بشكل كويس مع المستوى الفني برضو بتعود لوقتي في دروب جامد لكن بيرسيتاو مكسيكوني مكسوني مش عارف مين ما أعتقدش مش هما على مستوى النادي الأهل يعني اللعيب الوحيد اللي هو طبعاً لعب محترف أو بنقول لعب من الخارج هو عالي معلول رغم السن رغم التقدم في العمر رغم حاجات كتير لكن بيحاول بيحاول ومؤثر وهو كمان في الآخر هو لعيب بكش مال يعني بكش مال الآخر هو يرفع كرص أو يعمل التخطية العكسية عشان بدافع نجول لكن ده هو بيجيب أهداف وبيصنع أهداف وبيمشي بشكل كويس رغم رغم تقدم العمر إنه هو بيحاول بصرف النظر طربة الجزاء اللي ضيعها وبصرف النظر ممكن اللعيب يقع مطر اتنين تلاتة لكن عنده عنده الحمية الرجل بيحاول عنده شخصية انت كنت لست تتكلم معنا من شوية العقلية كمان طبعاً على الياه محترفة طبعاً طيب كنت بتكلم من شوية عن فكرة إنه الأهلي بقاله فترة صفقاته فيها مشكلة هم نتكلم أخي اللعيب مؤثر جيب نادي الأهلي كان في صفف 2019 اللي هو محمد مجد أفش تمام وقابليهم بقى يعني عمر السلية حمدي فتحي محمد الشناوي علي معلول أليو ديانك لعيبة دي جت ما قبل لصفف 2019 يا ناير بقى 2020 وصفف 2020 وعلى كذا كل ده الأهلي خمس فترات انتقال بلا صفقات جيدة أو صفقات مؤسرة عشان السوق مفيش لعيبة مع احترامي برضو هو النادي الأهلي اسم كبير أي لعب في مصر أو في الوطن العربي أو في أفريقيا هتمني لعب في النادي الأهلي لكن السوق مفيش لعيبة جيدة ده غير إن كمان السوق مفيش لعيبة جيدة إن الأندية دلوقتي بقى الأسعار بتعلي فيها لو أنا عايزة جيب مثلا لعيب اكس من الناس وهيقول لو هو بعشر لما يقول له النادي الأهلي أنا عايزة هيبقى 100 ما دي برضو الأرقام دي برضو مرتفعة جدا ده غير هكولاء اللاعبين اللي بيدخلوا ما بينهم وما بين الأندية وما بينهم وما بين اللاعب والنادي لما أنا كنا عايزة أعلي سعر اللعيب أقول أصل جايله فلان وممكن ما يكونش جايله حد فتوقف لك الصفقة فأنا برضو النادي الأهلي معذور إنه هو اللعيبة اللي بيجيبها في الفترة الأخيرة أو عاوز يجيب لعيبة بس مفيش حد في السوق هاتلي لعيبة دلوقتي في السوق قليل قوي يعني قبل كده كان فيه بيبقى في كل نادي قليل وما تحسش جايله ثم ستة لعيبة تقال إسماعليا كنت تقول بركات عباد النحاس إسلام الشاطر رحمة فتحي ضل السعيد كل دول لعيبة حسن عبدالرب كل دول لعيبة مؤثرين لو جوم يلعب أبو تريكة قبل كده فلان قبل كده لعيبة مؤثرة في فرقته إنت دلوقتي مين مؤثر بشكل قوي جدا في فرقته لأ مفيش يا ما تداش تقول اللعب دا لو اللعب في الآله وزباك أكيدا ينجح مش دا هو دا اللي بتكلم عليه يا ينجح يا ما ينجحش هو انت وحظك بقى اللي هو يا وديا بيت اللي هو يا وديا بيت صح 50-50 اللي هو إيه 50-50 ما أنت ورزق صح لكن الـ quality اللي حم نتكلم عليه عشان يلعب في الزمالك أو الآله مش متواجد حاليا من دول صحيح لسا مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع واحد من الأسماء الكبيرة جدا في تاريخ الكورة المصرية كابتن الكبير كابتن طارق السعيد هنروح لفاصل ونرجع لنا يا أعلم بحضاتكم مرة أخرى لست فشرفني ومنواني النجم الكبير كابتن طارق السعيد كابتن طارق نخش بقى على مباراة الزمالك وبراميدز مباراة حكاية كمان ساعة كمان بيش هقولك بكرة كمان ساعة المباراة وقلت أنا في المقدمة انه يشكر براميدز اللي خلانا نقول على المباراة دي مباراة كمة يعني منافس ثالث مع الأهل والزمالك وخلى فيه مباراة أكثر امتاعا وإصارة في الدولة المباراة دي شايفها ازاي بشكل عام وبعد كان نتكلم عنها يعني طبعا المباراة تبقى قوية جدا خصوصا الظروف اللي هي محطوط فيها نادي الزمالك ونادي بيراميدز نادي الزمالك بيلعب على القمة نادي بيراميدز بيلعب على القمة أو بيحاول يلاحق نادي الزمالك الفرقتين من الفرق الممتعين فرق بيلعبوا كرة هجومية ودي برضو متعشمين في مباراة بكرة أنه هنتفرج على كرة وهنتفرج على مباراة ممتعة اللعيبة اللي هنا اللعيبة مؤثرة جدا عندها حلول فردية واللعيبة بيراميدز أيضا عندهم حلول فردية فأعتقد اتنين مدرين فنيين كل واحد لي فكره اللي هو بيشتغل به فأعتقد أنها تبقى من مباراة القمة وفعلا لازم نشكر أنها دي بيراميدز أنه بقى عندنا فريق ثالث كان نفسنا نلاقي فريق رابع والإسماعي اللي يدخل الاتحاد يدخل المصري كل الأندية الكبيرة وخصوصا الأندية الجمهارية لأن مباراة مباراة زي بكرة أعتقد لو الجمهور كله بيدخل هتلاقي اللي استادة بتقفل لو بتلاقي بيراميدز لسه ممكن ما عندهش جماهير لكن اللعيبة اللي موجودة ديت يعني زي ما بيقولوا لعيبة تقيلة بلغة الكرة لعيبة عندها عن مستوى عالي جدا عارف بكرة هتشوف مباراة جيدا يا رب إن شاء الله عارف عشان نخلاف دايما على فاكرة إنه لو أنديها جمهارية أو مش أنديها جمهارية أنا ليه بقول بيراميدز يوشكر وبكرة إن شاء الله فيه تشاروه فرقه وإن بي بقى هم برضو الأندية دي صحيح يا ملهاجز زهير جماهيري ونحب دايما نشوف الجماهير في الملاعب بس هم برضو اللي خلوا جمهيري الكرة المصرية بكرة يشوفوا المباراة دي صح مش مختلف مش مختلف خالص لكن في نقطة أنا بتكلم إن تدلوقتي أنا هشجع مين لأنني أنا بتكلم بلغة الجمهور دلوقتي أنا بتكلم بلغة إن أنا بره مش بتكلم بلغة إن أنا إعلامي أو بتشتغل إن أنا أو بتكلم بنقطة العيب كرة أنا بتكلم على جمهور بره يعني نادي الأهلي بكرة هيشجع بيراميدز ودي غريبة إنه هو عايز بيراميدز يكسب الزمالك عشان تبقى الفرق النقطة تبقى أليلا نادي الزمالك جمهور ونادي الزمالك بكرة وكله بيقول إن شاء الله بإذن الله إنه هم يكسبوا وإذن الله يكسب يبقى بنسبة 70-80% دوري بسبب مستوى الفرق الأخرى أو بسبب مستوى الفرق نادي الأهلي إنه هو هابط حاليا فمباراة هي مباراة صعبة هي مباراة ممكن حد يخطف ويجري بلغة الكرة عندنا فأعتقد هي شوية حاجات صغيرة كل مدير فني يعني هيحط السيناديوهات في المباراة مين هيجازف مين هيجازف إمتى كل النقطة ديها هيشتغلوا مع بعض فيها أكيد بيراميدز عامل مباراة كبيرة قدام الأهلي في الدوري هو عنده تقريبا السكواد أو التشكيلة الأكثر عمكان بين التلاتة المنتنفسين يعني هو تشكيلة حد سوالة حرك بقى مليانة نجوم ومليانة أسماء كبيرة أكس الزمالك اللي عنده نقص كبير وأكس الأهلي اللي عنده نقص كبير بيراميدز بكرة تاكيز جونياس هيلعب إزاي مع الزمالك هل هلقب نفس الطيلة يبقى قدام الأهلي ولا هيا يبقى له أسلوم مختلفة أنا وجد نظري أنه أكيد بيراميدز أكثرهم هدوءا أكثرهم عدم ضغطات لأنه ما فيش جمهور وراه وخصوصا أنه عندك لعيبة تقدر تلعب تحت هذه الضغطات ولعيبة دولية لعيبة كبيرة لعبه خده بطولات سواء مع الزمالك سواء مع الأهلي فلعيبة تقدر تتكيف مع الوضع لكن أنا وجد نظري من اللي شفناه من مستر تاكيز جونياس أنه هو مدرب عائل مش بيغامر بسرعة هو لعب مع نادي الأهلي عمل الزون ديفينس إدى الاستحوازه دي كتغريبة جدا أنه هو يدى الاستحواز للنادي الأهلي أعتقد أنه هيعمل كده مع نادي الزمالك برده ممكن يدي له استحواز وممكن يشتغل على الفراغات اللي هي سواء في القلب أو على الأطراف اللي بيشتغل فيها لعيبة بيرميدس أو لعيبة الزمالك أنه هما لو طلعوا وهجموا من قدام أعتقد من وجهة نظر أن الزمالك الأقرب لي لو هو بيعمل بلجى أب من تحت وبيشتغل لازم يتغط ضغط عالي في البداية الزمالك يتغط ضغط عالي في البداية لأن مع الحماس يخطف هدف هدف بدري يربك لك كل الحسابات لكن لو أنا خفت وهو خاف هتلاقي المباراة سجال في نص الملعب هتلاقي واحد بيروح واحد بي عشان كده إحنا كما الجماهير نفسنا لنبقى المباراة ممتعة أنا عايز هو ده يضغط هنا أو ده يضغط هنا عشان إحنا نشوف مباراة جيدة لكن كل مدير فني عارف التوقيتات وعارف هيغير مين ولو حصل فلان مثلا تصاب أو حصل أي موقف هيحط مين فهي معدلة صعبة لكن على الورق المطشة 50-50 لكن اللي هيفرق إيه بقى الفورق الفردية واللعيبة اللي عندها الحلول الفردية أنا وجهة نظري بكرة زيزو عليه عامل كبير جدا شيكبالا عليه عامل كبير جدا سيف الجزيري عليه عامل كبير جدا ده بالنسبة إمام عشور عليه عامل كبير جدا في التصويب إنه هو يعمل ضب الباص يروح الكرات السبتة هتبقى مهمة جدا في مباراة زيديات لأن عندنا الوينش بيشتغل فيها بشكل كويس على الناحية التانية بقى عندك عبدالله السعيد عنده فورق في كرات السبتة بيعرف يصوب عندك رمضان صبحي واحد على واحد بيعرف يعدي فالمباراة ممتعة إحنا هنشوف لعيبة هنا وهنشوف لعيبة لفتت نظرك في برامز الفتاة الأخيرة أعتقد عبدالله السعيد طبعا يعني عبدالله السعيد بنجوميته بإسرار بهدوء وحاجة جميلة جدا يعني الراجل بيدي كرة وبيدي نموذج محترم إن الكرة بالعطاء مش بالسن وهو ده اللي يشغل عليه رمضان بدأ دلوقتي يركز أكتر وخصوصا بيلعب على المرمى أكتر عكس ما كان قبل كده بيلعب الضغوطات بدأت تقل من عليه شوية فأعتقد بدأ يكون موجود بشكل أفضل في لحاجة أحيب قوي يعني لحراك ما تبعتوش نجزة تتبقى بلاتي توري قلت بتكلم مع كابتن هاني سعيد بقولوا أنتو عندوكو لعيب كويس أو في نص وقتو جايبينه منين اللي ده كان فريق وفي الدور الفرنسي ده دور السويد بوس هنقول لك السطو بقيتو ريه ده كان بيلعب في كاس الأمم الأفريقية أيوة شافوه من كاس الأمم الأفريقية وجابوه طالت جدا مع المنتخب البوركيني جدا فسألوا عليه وشافوه هو بيلعب فينه كان خلص عاده مع فريق في السويد خلص عاده مع فريق في السويد هب هاتو خلصوه فريق سبحان الله ورزقهم بس ده لو ببعه دلوقتي طبعا سواء للزمالك أو للأهل أو أي حتى فرق برها يجيب أرقام كبير هو ده اللي عيب اللي تسوأ سوأها بشكل جيد متبركز كويس كورته كويزة الطايمينج بتاعه في قطع الكورة جيد جدا مدهر يحية للناس اللي حوالي أنها تطلع ما تقلقش صحيح بيفكرنا بالديفندرات الكبيرة اللي كانت قابل كده يعني زي مكاليلي زمان تامر عبد الحميد لما كان عندنا في الزمالك في الفترة دي كلنا كنا بنهاجم حزم يام طاير خل غندور طارق وطارق وصيب تامر هو يامر وصيب تامر الراجل بيقدر يتعامل ويقدر يسال فهو من الديفندرات الجايدين نارا حمار ده رجل اشتكاني او اشتكالي ليه؟ اشتكالي قال لي لما كنت بلع مع طارق سعيد وحزم يمير كان بيجري كتير او يعني قال لي لما كنت بتحطي بعد في النور كان بتبع عندي معساة بصراحة الله يكون فاهم كلهم كانوا بيخوش اه بيقولنا كنت بتبهدل ابو العيلة امانة كان بيبهدل وكمان حظوا مع الجمهور مش كويس يعني او الجمهور دايما كان يبقى فيه نقد ابو العيلة ابو العيلة من الناس اللي كان دورها بارس جدا في نص الملعب لكن احنا كنا كلنا طايرين وهو يعني اللي بيعمل تاكلينج ويقوم ويروح وبعد كده يعمل بص صغير غلط الناس تشتموا طب طب دول اللي عادين يعملوا كل حاجة غلط الراجل دا شايل كتير لا بصراحة يعني من اللعيبة وده برده من الاجيال اللي بحيلة احنا كنا نستمتع فيها نحن نترج عليها طبعا طيب الزمالك بشكل عام بقى انت بتتكلم من نادي زي ما كنت تتكلم مع الاهلي العكس اهلي فوق قوي وفجأة نزل لتحت نادي الزمالك لو كنت سألتك اول الموسم لو كنا عادين هنا مع بعض اول الموسم هقولك الزمالك هي من السنة دي هتقولي دا هيخسر الدولة هيخسر الكاس وهيخسر دولة افريقيا بالدولة التميدي والحالة صعبة جدا ليه؟ فيش فترة تنقض لعيبة اصلا بتتخاني وعايز تمشي ومش عايزة تجدد عودها كانت هنا اصلا كان في مرحلة سهية جدا من المستوى فكل حاجة كنت بتقول وتنظر ان الزمالك عنده موسم كارسي دي مش هتبقى كويس فجأة تحول الموسم دا مع فريرة ايه اللي عملوا فريرة في نوجه اولا هو عمل استقرار استقرار فني واداري وقال محدش يتدخل خالص سواء من مجلس الادارة سواء من اي حتى هو مقال للكلام في الاعلام بيطلع شغير في المؤتمر الصحفي ما بيخليش العيبة تطلع في تتكلم كتير ودي ما كانتش تبقى موجودة كتير في نادي الزمالك فهذا الاستقرار بيقدل نظام واستقرار يقدل نجاح على طول وهو استثمر ان ما فيش العيبة هيجيبها من بره فشاف بعض الناشئين اللي هما يستحقوا انه هو انا وجد نظري انه هو بيعمل جيل جديد للناز الزمالك وفريق كبير ممكن يتبني عليه حاليا علشان اللي جاي لكن شخصيته هي اللي فرع يعني ايه شخصيته انه هو يقدر باللغة الكرة عندنا يعني ايه انه يتحكم في قط اللبس او يتحكم في اللعيبة الاحتياطي قبل اللعيبة الاساسي لان حب اللعيبة الاحتياطي اللي قاعد بره واللي بره التشكيب هو اللي هيجيب لك انتصارك جوه داخل الملع بمعنى ان الروح والقتال الملايش كبالة النهاردة قاعدوا من الزعلان بره دي نقطة إيجابية جدا دي بتاعة مدير فن على فكرة حازم امام قاعد بره ما بيتكلمش مبسوط بيبقى نازل عايز يموت نفسه في العشر دقيقة والربع ساعة اوباما قاعد بره بيبقى ينزل عايز يموت نفسه كل النقطة دي بتاعة مدير فني بتاعة شخصية مدير فني بتفرق انت معاك كنت تطالي قلت اكيد عاشت الاجواة دي لما تبقى عارف ان المدرب كبير وفاهم هو بيقنعك يعني وقالك انت تعالي عود على الدكة انت بتأكد ان هو صح عشان انت مقتنع به مقتنع جدا لو انت المدرب مش مقتنع به هتقول لا دا مش فاهم حاجة هترتكب مشاكل او انت هتقول ليه اشمعنا انا ملعبش لا ماهنا احسن من فلان وفلان لا لكن هو عامل توليفة عامل روح ما بين اللعبة وما بين بعض والحاجة الاكتر ان اللعب مقتنع ودي كلمة مهمة جدا اوها كريم قلتها اقتناع اللاعب بالمدرب لان هو برضو عنده ما ننساش الهسري بتاعه او يعني هو قبل كده جابه طولات مع ناد الزمالك وحقق هذا النجاح لما كان فيه هدوء وكان فيه بعض اللعيبة الجديدة لكن اشتغل في 2015 وجد دوري وكاس قبل كده رغم ان هو عنده هيبات ما دلوقتي بنقول بن شرق دلوقتي بدأنا نحس ان ما فيش بن شرق طريق حامد قولنا وبعد طريق حامد في نص مرح هتبقى مشكلة كبيرة جدا طريق حامد قبل كده كنت تقولي زمانك هيخسر قوية تعادل دلوقتي من خير طريق حامد الامور ماشية بشكل كويس صح عنده استمراريا ان هو اي حد يبقى كويس لان حب المدرب وحب اللعيبة البعض فارق كتير والروح دي بينه مع اللعيبة وبعض وهدوء الادارة فيش حد بيطلع يتكلم ولا حد بيقول دلوقتي حتى اللعيبة ولا مستحقات ولا ولا برضو تحساب للإدارة انه مخلي الامور دلوقتي متاحة جدا للمدير فني واللعيبة عشان يجيبوا بطولة حد قال لي قبل ما ادخل هنا على هوا وهو شخص زملنا زمانك اوي قال لي بص هونه شايف ان الزمانك حلوة اوي الزمانك عظيم اوي بس طب هنعمل ايه لو زيزو تصاب او لقدر الله يعني او تم اقاف او ابتعد عن اي مباراة او مثلا محمد عواد غاب فيه لعيبة كده اللي هي عيبة خلاص للعيبة اللي كمان منهم طب والوينش والوينش طبعا اقول لك حاجة بس المشوار لسه برضو اقول لك حاجة بس لسه ست سبع ماتشات اعتقد انا وجدت نظري في ظل الامور دي اي حد لو لعبها يبقى كويس ايوه انا كنت عايز اقول لك حاجة متبان بريده اقنعني يعني انا مقتنع جدا بالمدير فني واللعيبة مقتنعة ببعض ودي نقطة مهم طبعا مؤثر جدا زيزو طبعا مؤثر جدا عواد عواد طبعا مؤثر جدا الوينش اللعيبة ابتدت لعيبة عمدة اساسية كل واحد في مكانه يعني لعيب كبير لكن وجدت نظري زي ما حطيت حسام عبدالجوال كمساك اهو تقلق واشتغل بشكل كويس زي ما حطيت عبدالغني في نص الملعب مين يتوقع عبدالغني كان هيبقى العيد كويس في نص الملعب ما جاتش في بقى الحد دي نظرة مدرب صح مين قال ان مثلا نمار دوت لما تحطه هنا عنده جرأة مبارات الاهلي مثلا يروح ويعدي وما بيخبش صح كل ديت بتاعت مدرب يوسف أسامة نبيه لما ينزل ويبقى مؤثر ويعمل هدف واتنين وكمان هو أصلا كان هدف في الناشئين صح فكل النقط ديت حساب للمدرب إذن مدرب عنده جراءة ويلعب بأي حد كل التأدير والاحترام من الأسماء اللي قلتها لكن لو لعب بأي حد في ظل الأمور اللي هي ماشية وكورة بلغة الكورة الأمور ماشية بشكل كويس هتلاقي الأمور ماشية بشكل مباراة دي هتخلاص لمين من وجهة نظر هي مباراة صعبة صعبة التكاهم بيها طبعا أكيد لكن أنا شايف أقرب فنيا هو الزمالك رغم الهدوء أكتر هو البرامدز اللي بيلحق الزمالك لكن الزمالك فنيا أعلى حاليا بكتير قوي فنيا على مستوى المدير الفني أو فنيا على مستوى التشكيل التشكيل واللعيبة رغم الغيابات أن الزمالك بيعيش في حالة انتعاشة كبيرة جدا بيعيش هدوء استقرار واخد بطولة لسه من أقل من شهر فكل ديات بتدي له انتعاشة كبيرة جدا على الجانب الآخر البرامدز برضو عنده لعيبة كبار جدا فالمبراح على الورق خمسين خمسين ممكن بس الجمهور هيفرق شوية مع نادي الزمالك بطيب عايز أخذك ليه منتخم مصر بيتوريا روي فيتوريا مدير فني جديد لمنتخم مصر الاسم يبدو اسم جيد وسي في محترم وشخصية كمان الملامح بتقول إنه شخصية كويسة برضو كل ده احنا نقضيع ملامح بقى فعلم انت مجدين شعبك ولا هي لا لا خالص لا نز عايزين نشوف بقى ملامح فنية انت متفائل ولا مش متفائل ببيتوريا أنا متفائل جدا طبعا أتمنى إن شاء الله التوفيق في الفترة الجاية لدي الكرة المصرية محتاجة إن احنا نطلع تاني في أفريقيا والناس كلها تعرف يعني إيه اسم منتخب مصر اسم منتخب مصر كبير تيشيرت منتخب مصر كبير نتمنى إن شاء الله نرجع عنده فترة كويسة جدا يشوف اللعيبة كلها عنده فترة كويسة جدا إنه هو يقدر خصا بعد التأجيل المباريات الرسمية بقت في مارس فأعتقد الأمور بالنسبة له بقت أوضح ودلوقتي بيشتغل بنسمع إنه هو بيتكلم على اللعيبة اللي هي بتلعب كمان في الخارج مش معرفين أو مش مشهورين عايز يجيبهم ويبص عليهم أنا وجهة نظري لازم يعمل معسكر أو 2 أو 3 قبل المباراة الرسمية في الفيفا ديت ما لكش وقت غير كده أنا وجهة نظري صلاح زي تريزيجي ده الخلاص مش محتاجين نعرف محمد صلاح ولا تريزيجي ولا الناس دي اعمل معسكر للعيبة اللي هي موجودة زي ما اتحاد الكرة بيطلع توقيتات إنه هو يقدر في مباراة في أفريقيا أو 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 اعمل لمنتخب مصر في فترة الراحة اللي هي دي بص اللعيبة على الطبيعة فترة الراحة دي برده كم تنطلق أنا فكرت اللعيبة اللعيبة أنا مش مختلق ده لمصلحة بتقول اللعيبة دي تريح هذه ليح مسأح أنا يعني اللعيبة في أوروبا على فكرة بس عشان الناس بفكرون أنها في أوروبا اللعيبة لما بياخد راحة بياخد التلات السابع أو الشهر راحة سلبية خالص على فكرة الراحة السلبية ما بتبقاش وضحها دي خالص هو بياخد راحة سلبية لمدة أسبوع أسبوع واحد بينسك كرة فيها زي ما أنا منشوف محمد صلاح على الشواطئ بيروح لكن من الأسبوع الثاني بيبدأ يجري بيبدأ يدخل الجيم بيقدر بعض التمارين موبيلتي وستبيلتي بيشتغل بيها بشكل كويس طبعا حسب البرنامج اللي محتوط له أنا في أندر لغت كنا مديني برنامجي اللي أنا أشتغل عليه في وقت الراحة طبعا أنا جيت مصر ولا اشتغلت عليه وانا قاعد مع صحابي ليل ونهار وقاعد لغاية الفجر برا مع صحابي طبعا قلت هروح فترة العادة بقى واحدة واحدة ونبدأ واحدة واحدة ايه ده أنا من تاني يوم جالي أطعف الأمامية لأنه هما في لفل أعلى منك بيعمل اسبرينتات على طول لأنه هو عايش على أنك لعيب مروفيشنال هتيجي هتشتغل للشغل اللي احنا اديناهولك انت بتخاف على صحتك وبتخاف على نفسك عايزة عضباء وعضباء تبقى جاهزين لما جينات اللعيبة هما جاهزين 100% وانت بتصاب عشان كده اللعيبة كلها في أوروبا مختلفة تمام أول مباراة عادة لعب وبص هنا على الإصابات المتكررة تحديدا عند النادي الآهل الإصابات العضلية أنا كل يوم بسمع إصابة عضلية في الآهل هو ليه بالمناسبة لإصابات العضلية كابتن طريق طريق حاجة يا إما تدريب غلط يا إما حملة زيادة أو يا إما عدم القدرة تحت الضغطات لأنه خلي بالك الضغط النفس والعصب بيفرق كدير بدنيا برضو ممكن لعيبة مش قادرة تلعب تحت الضغطات ودي مشكلة برضو كبيرة والحاجة الأهم الراحة الخارجية أكتر من الراحة الداخلية يعني إيه حياة الخارجية لازم يكون فيها راحة أكتر صح هي ديت اللي هتفرمها لعيبة وديت اللي ترجع للسشوى اللعيب كويسكي من حسن لعيبة في مصر دلوقتي؟ أنا قلت عبدالله السعيد هو وشكبالة هم حسن لعيبة في مصر معزيزه طبعا هو حاليا من أفضل اللعيبة اللي موجودين في مصر أفضل مدرب فريرة طبعا ماشي بشكل كويس جدا أفضل مدرب مصري أفضل مدرب مصري شايفين المدربين يمكن في الفترة الأخيرة كابتن طريق العشري ماشي بشكل كويس جدا وكابتن علي ماهر طبعا ماشي بشكل كويس جدا برضو مع الفرق يعني أحسن أحسن أتنين ماشيين بشكل كويس جدا مع فرقهم وكابتن خالق جلال مش عايزين ننسى برضو علشان كل بيعمل مع فرقه أقسم عنده وماشيين بشكل كويس أوي من أحسن مدرب اشتغلت معه؟ يعني كل التأدير والاحترام طبعا اشتغلت مع كابتن حسن اشتغلت مع كابتن هني رمزي من الاثنين شرف لأي حد بأن هو يبقي موجود معهم لان اتنين نجوم كبار والاثنين كل واحد عنده فكرة جاي جدا والاثنين بكنلهم كل التأدير والاحترام كانوا الاحترام كانوا زمايل وإحنا في الكورة وإحنا في التدريب فведكت حتى تsti محترمة جدا أحسن مدرب اشتغلت معك ألاعب كابتن جوهري. الله يرحمه. اه كابتن جوهري في حتة تانية خالص يعني. لانه كان قب قبل ما يكون مدرب. صحيح. الله يرحمه. عايز موقف مع حسام حسن. دايما بيسألوا كله دي. لك وبس دايما اي حد لعب جانب حسام حسن اكيد دي موقف معاه. لا كابتن حسام موقف. موقف انبساط. موقف كابتن حسام كتير. انا في مرة بنلاعب القناة. وجالي انفراط في ديئة 95. وتسعين. وآه سفر سفر. اه. وجبت الجول. والناس كلها فرحانة. والناس كلها فرحانة. وانت فرحانة ومطايس وكل ما اسمها. فكابتن حسام مالي بس كنت لعبها لي انا احسن. كابتن انا جبت جول. كابتن بشكلها احسن. اه. لعبها لي انا احسن وانا جيبه الجول. كابتن بطرق شرفت ونورت حقيقة. حبيب. كريم. انا انت شرفت بيك والله كريم. يا ربي جدا. وبشكر حضراتك وبتوفير دايما ان شاء الله. دايما نشوفك على خير يا الله. بحصل لحماكن. لسا مكملين مع حضراتكم بعد هذا اللقاء الممتع جدا. مع الكابتن الكبير كابتن طارق السعيد. بعد هذا الفاصل. نستقبل اسدتنا. استاذ احمد جلال. استاذ رامي رجب. الناقضان الرياضيان. بعد هذا الفاصل. خليك. اهلا بحضراتكم مرة اخرى. شرفني ونورني في هذه الفقرة. استاذتنا الكبار. استاذ احمد جلال. استاذ احمد مشرف ونور كالعادة. بنا نخليك اصد كريم. واسعاد بالتواجد معك. ومع صدكنا العزيز رامي. حبيبي تشرف لي. استاذ كبير. استاذ رامي رجب. استاذ رامي. كالعادة مبسم بتواجدك معاك. حبيبي اصد كريم. انا سعيد ان يكون موجود معاك. وطبعا واخوي الكبير. استاذ احمد جلال. طب قبل ما اروح له استاذ احمد جلال بقى. عشان في حيطة كنت اعيلة عليها انت. هو مدير فني المنتخب الولمبي. اتحسن. اتحسن بنسبة نقول 95%. ميكالي البرازيلي يعني خلاص المفاوضات وصلت معها. مراحل متقدمة جدا جدا جدا. ويمكن ممكن ساعات ان شاء الله خلال الساعات القليلة المقبلة. يتم الاعلان بشكل رسمي. تواصل مع مجلس الدارة اتحاد الكرة. وتم الاتفاق على معظم البنود التواقد. واعتقد بنسبة كبيرة حتى هذه اللحظة ان هما يعني اتحاد الكرة. ممكن بيحاول يعني ان راجل يوصى ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي حجزة التزاكر ان شاء الله. اه. يعني خلاص الامور نقول حسمت. ولكن طبعا انت عارف ربما تحصل حاجة الموضوعية اخذها. ايجي الواحد ولا معها مشاعدين. معها تلاتة مساعدين. منهم مدرب احمال ومحل الاداء. ومدرب مساعد. وده بيدي الفرصة ان مش معاه مدرب حراس ماما. عندك. وده يدي الفرصة للكابتن عصام الحضر ان نسب تواجده في الجهاز الفني للمتاحب الاولومبي كبيرة جدا. وخاصة ان معظم اعضاء اتحاد الكرة وعدد كبير منهم شايفين ان عصام الحضر اسمي كبير جدا. وان هو حتى كنت تعرف انه كان متواجد مع المنتخب الاول وافع ان هو متواجد مع المنتخب الاولومبي. فيعتبق رضافة كبيرة جدا جدا. وعلى فكرة ميكالي ده كان اصلا حارس مرمى. كمان. اه. ففيه هو طبعا اه كان حصل على الفين وستاشر مع المنتخب البرازيل على المنبيات. المنبيات الجبير. كبير كبير جدا جدا جدا. واعتقد ان هيبقى نجاح الاتحاد الكرة برضو. زي ما حق ان نجاح كابتن حزيم ايم وتعاقد مع فيتوريا مدرب كبير جدا. انا اعتقد. ده عندك معلومة ان فيتوريا شارك يعني خدوا رأيه في الراجل? لازم ما هو. هو اتفق معهم. اه. هو اتفق معهم. اه. وكان المفروض كمان ان انا قلت لحضرتك من فترة هنا. اه. ان هو قال لهم المدير الفني الجديد للمنتخب الاولومبي. انا المفروض انا قبل ما تعلنوا او او تتعاقدوا مع مدير فني. اه. للمنتخب الاولومبي. لابد انا الكلام ده انا قلته مع حضرتك. صح. من حوالي اكتر من اسبوعين او تلاتة. صح. وهتلاقي الحلقة موجودة. طبعا. طبعا. انتفاجر كويس. اه. فاتكلموا معاه طبعا. واي مدرب او اي مدير فني كان هيجي للمنتخب الاولومبي والراجل قال لهم استشاروني بس على اساس ان ده هتعامل معاه. صح. فترة طويلة. وقال لهم بالحرف الواحد كده. القوام الاساسي للمنتخب الاولومبي اللي هيكون معايا في كاس العالم الفين ستة وعشرين. ولابد ان يكون فيه تعاون بشكل بر جدا. طيب. وده نفس الامر مع المدرب المساعدة. هتكلم يعني السؤال ان شاء الله اللي جاي. بس هدي الفرصة با سيد احمد بقى لو انت هتسأل في حاجة احنا. لا انا كنت هتسأل سيد احمد على اللي انت قولته فيما يخص التلات مساعدين. اول حاجة انت مع فكرة مدير فني اجنابي للمنتخب الاولومبي ولا اقا. تاني حاجة لو منتخب قولين بي احنا محتاجين ثلاث مساعدين معاه ولا محتاجين مصرين يتعلموا منه بما اننا بنتكلم. زي ما انت بتربي اجيال كلعبين عايز تربي اجيال كمدربين. هم يروتي ما فيش مدرب بيجي لوحده. اه. خلاص احنا بنجيب مدرب بيجهزه. اه. وفي مثل درج يقولك ايه الناس دي جاية يعني بتكمل الطاقم او معلعبش لا. مش حاسمة كده. اللي بيجي بيبقى عارف كل واحد له دور. له شغله. بيشتغل ازاي. بيعمل شغله ازاي. رامي دعم بيقول اه هم دعم بيقول ايه مدرب احمال. مدرب مساعد. اه اه اخصائي او حل الاداء. كل واحد له شغله الصحيح. دي من احد الاسباب اللي يعني فيها مشكلة في مصر. تحديد النادي الاهلي. نادي الاهلي النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم. اي واحد بتعور. شكرا موسيقى انتهى. ليه. امامية خلفية ضمة. امامية خلفية. شكرا. بتسمع. بتسمع يعني خلاص. بالخمسة واربعين وبستة اسابيع والتمن اسابيع. صح. ده شغل محل اداء. لما يكون عندك حد. ده شغل اعمال البدنية. تمام. احنا شوفنا منتخب مصر لعب حوالي سبع متشت. بخلاف اكسترا. اه. وقت اضافي ممكن تخش في تمام متشت. من اجدع كمان ببركلات الجزاء. والنقطة الترجيح. والاصابات كانت قليلة قوي. احنا كنا قفين على رجلنا. واحنا لعبين كل المتشت اللي هي. فيها مباراة فاصلة. بوقت اضافي. امام. من اول دول الستاشر لغاية نهاية. امام. وكمان عليها متشت فيها ضربات جزاء. انا في العيبات كسنا مرة دي احنا تصمنا كتير اوه برضو زحمت. نعم. كان فيه اصابات كتير اوه تكسل امام الافراقية. لا. كانت قليلة الى حد كبير جدا. اه. انت بتتكلف فتوح. ايوه. ايمن اشرف. ايوه. اكرم. 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 اكبر توفيه. عشان. اه. اه. الونش. احجازي. الونش. احجازي. اه. الونش. احجازي. اه. ومع ذلك. اه. انت كان عندك لعيبة واقفة على رجلية. صح. الاصابة اللي كان بتيجي. كان بتبقى حاجة. لا وفي العيبة كان بترجع. يعني فتوح كان بيرجع. الونش كان بيرجع. وايمن اشرف رجع. البطولة وايمن اشرف رجع. صح. اي وايمن. مش اصابة. مش اصابة تنهي. انت بتاخد اصابات صعبة اوي. صح. الاصابة اللي كانت صعبة اوي. اللي هي احجازي. بالزبط. واه اكرم توفيه. مظبوط. انما انا بكلمك الرجل بيشتغل ازاي ومع مجموعة. صح. شغال ازاي. صح. في وقت قليل قوي. لعب سبع متشات. اقل من شهر. صح. احنا النهاردة. الفريق اللي بياخد 24 يوم كمان. الفريق نهاردة بيقولك ايه. انا نعب الشهردة 10 متشات. صورج بيقولك انا نعب 10 متشات. مسلا. وخدت وقته طويل قوي. واكتشاف. طبعا هوكتش اكتشاف. حتىك بتاخد الجدول. عارف انت هتعمل ايه. هتلعب مين امتا ومين امتا. اكيد نعمل ما تملي. اه. يبقى ده الشغل الصحيح. مش عايز مش عايز اصدمك شوية. مش اصدمك يعني اقولها للناس يعني. انه النهاردة وانا مش ببص على يا جهزة الفنية في اوروبا يعني الفريق. في حد بتاع الريكافري. اقبت اسمه بتاع انا بتاع الريكافري. مش بتاع الاحمال. مش بتاع الفتنة. حاجة تانية. تمام. بس احنا احنا عندنا بنجيب واحد يشتغل كله. تمام. دي تفصيلة يعني. ببزبط. يعني انت الناس بتشتغل صح. صح. فكون الناس اللي بتيجي معاه ده مهم جدا انه هم يكونوا موجودين. وليهم شغل معين. الكلام اللي بتقال طبعا احسام الحضري ومحمد شوقي. موعودين. ان هم يكونوا موجودين في الجهاز ده. بحكم ان محمد شوق وهم كانوا عايزين يكون لدور اكبر في المنتخب الولمبي. بل لو كان فيه كلام. لو ما كانش يه منضرب. كانوا بعض طرح انه هو يبقى المديل فان المنتخب الولمبي. لكن كونه موجود مع اسم كبيل. اه راجل اللي خد اه زهبيت الولمبيات قبل كده. فده شيء كويس جدا. اتمنى ان هو يجي. اتمنى ان هو يجي. ات مين. شوي. محمد شوي. لا انا متكلم عن راجل البرازيلي نفس. اه برازيلي اه. اتمنى ان هو يجي. اه. اتمنى ان هو يجي. ليه اتمنى؟ لان انا سمعت اكتر من اسم. وكل اسم يتقالك. ورايب جد. خلاص. جديد وخلص. جديد. ده بتسموه من الخلص. اه بتسموه من الخلص. تمام. وفي النهاية ما شفناش اي حاجة من دي. صح. وخد بالك الوقت باسرقنا. ايوة. الوقت باسرقنا بشكل كبير قوي. وانا بكلمت اكتر نعوده باتحاد ك اه. فسمعت. يعني تحس ان انت. يعني احنا راح راح اصوح. ايه يعني. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري دي. خلي بالك كابتل شوي غريب ماشي النهاردة. بلا 4 شهور. اكتر. اكتر. اكتر من 4 شهور. كل ده ضع منك. النهاردة. عشان بتتكلم عن المتخب الانبي. انت. ما عندكش قوام. ما عندكش خالطة واضحة. في عكس. عكس مثلا المتخب الشباب اللي ماشي الله ربنا يكرمه. والنهاردة انا انا اول مرة شفهه من نهاردة. وانا كمان. شكل ك كبير. في لعب الله من الفاظر. شخصية. اه. خب كويس جدا. قوة. بتتأخر في النتيجة. وانت وانت ضغط وانخش في الجون. بتعرف تتعادل. بتعرف تكسب. تعرف تنهارة المنشب بشكل كويس. وعايز اقولك ان انا يعني من متابعات المنتخب النشئين اكتر كمان قوة. وده الجيل اللي جاي. منتخب كابتل محمد وهبة. فانت شغلت في المراحل العمرية السنية تحت كويس. وده يحسب يحسب الاتحاد السابق. عشان برضو ندي كل دي حقن حقها. فلازم نج كيب واحد يشتغل. مفاجأة. كابتنا احمد سامي عرض عليه المنتخب الأولمبي. قال لهم ما اقدرش ان انا هقلكم ميداليا. انا ممكن اجازلكم اربع خمس ست لعيبة. تلعب منتخب مصر الاول. اقول لا مش ينظر نشتغل معاك. يا هو ده الحلم طولان. اتقالوا نفس الكلام قال لهم من الوقت دايق جدا. ده فطن الى حقن امين برضو. ان الراتب اللي عرض عليهم. كان قوليه لجدا. طب انت طالما عندك امكانية تطرع فيلوس كتير. وعندك اتنين يقدروا يشت اتتغلوا. جبت مدارب اجنبي. شي جميل. لكن ليه لما بتكلم عن مدارب مصري. بترحط تلمت متين متين وخمسين الف. في حين ان نلمت في الدول المصري دلوقتي. بتكلم في الروعة مية وانت طالع. صح. ممكن اقول لك ارقام ان كابتن مثلا. ما ليش كابتن العلماء. بياخد ست مية وخمسين الف جنيه. كابتن احمد سامي بياخد رنجي اقل قليلا. كابتن حلم تولانكا بياخد خمسمية في امبي. ولما يخفروا الصقف في الروعة والتاع. فاعتزروا عن عدم الاست امرار. ففي مداربين بيعتزروا كمان. لان الليمت اه قليل. لكن لما بيجي مدارب مدارب فني اجنبي بتلاقي الخزائن اتفتحت. وده برضو شي يعني يحتاج لعادة نظر. انت منين قلت انا ما فيش دولار. ومنين بتتكلم في مدارب فني اجنبي للاتحاد. مدارب فني اجنبي لمنتخب مصر. هياخد اتنين مليون ربعمائة الف دلار. مدارب فني لمنتخب اللونبي. هياخد ما لا يقل عن مليون ممتين الف دلار. انت عارف يا احمد. انا بكلم على الكل. كل ا العام من ده كله. اللي انت قلت في النص. لما عرضوا على كابتنا احمد سامي فالهم عمشيين مداليا بس اوضع طلع لكم خمس ست لعيبة المنتخب الاول. تمام. اصلا منتخبات الاعمار السنية في العالم كله هو ده الهدف منها. بزبط. انه لو كابتنا احمد راح قلوهم كده فده نجاح. يعني انت لو ديتني خمس لعيبة المنتخب الاول. صدد. ومطلقت نفسه. وده نجاح. تمام. لكن احنا اصلا بنلعب منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. احنا اما حاجة بال النسبة انا اخو مدالية وبطولة. احنا احنا اصلا مفوض كل دول بيشتغل عشان. وممتحقهاش. وممتحقهاش العيبة بالزبط. الاتنين. طيب. كنت عندك حاجة عايز تقولها قبل ما اروح للمساعد المصرف. لسه حتى هزي اللحظة في خلافات كبيرة جدا 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 داخل مجلس الدارة تحد الكورة. اه. يمكن الاسم اللي اترشح مؤخرا. يمكن اللي يتم اعلان عنه. كابت محمد يوسف. مرشح دلوقت بقوة. داخل من ضمن الاسماء اللي موجودة. محمد شوقي يمكن اه. اه. في حوالي اه. اربع او خمس اعضاء من مجلس الدارة تحركوا متحفزين على التوجد. اه. خلاص. وخد فرصته في التوجد في الجهاز الفني. في. كابتن محمد يوسف. اه. كابتن محمد يوسف مرشح. اه. مرشح بقوة كمان. وهو. وهو قابل. اه. اه. انا اتكلم على مدير فني. كان مدير فني. اه. اه. دي عادة اصده منتخب اول وبالنسبة له فرصة. اه. 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 منتخب الاول. اه. 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 اه اه. 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 اه كل ما شاف أتعرف عليه وسلم عليه والجهاز المعاون كله اللي موجود مع فيتوريا عارفه عب سبتار صغير أنت عارف أنه أولي عاب بابن فيكا طبعا وكان فيتوريا كان معايا ضيفي وحكيالي تفاصيل كثيرة وكان فيتوريا بيدرب فريق الشباب فالرجل يعني عارض عليه هو طبعا حاس أن الفترة الأخيرة دي أنه هو مهمش شوية مش موجود في الصورة فقال خلاص أنا هروح على فيتوريا يعني معنى كده أنه عارض نفس عليه ورجل الآن خلاص إحنا ما عنديش مشكلة وعشان كده هو برضو فيتوريا اشترط على اتحاد الكورة أي مدرب مساعد هو كان متحفز في الأول كان معلومة عندي كان متحفز الآن أنه يكون جهاز مصري موجود معاك آه هو خلاص هو المدربين الموجودين معاهم دولها الاشتغل معاهم وما عندوش مشكلة خالص يعني ولكن بعد المكالمات من اتحاد الكورة والجلسات آه حد موجود معاك عشان يقدر لو فيه مشكلة فيه حاجة فيه لعية بقى موجودة يقدر هو يعني يكون المرئة بالنسبة له هو الرجل وافق فبس اشترط عليهم أن أي حد يتواجد مع الفترة الجاية في الجهاز الفني أنه هو يقعد معاك أو يشوف السيرة ذاتية بتاعتك نفس الموضوع مع المنتخب الولومبي هو يمكن قاعد مع كابتن حزم إبام ووقع العقود معاك في البرتغال اشترط عليه المدير الفني الجديد من المنتخب الولومبي هو يبقى عارفه قبل الإعلان عنه أو التعاقد معاه هل طلب فيتوريا أنه يعمل إنترفيو أو مقابلة شخصية مع المدرب المساعد المصري اللي هيختاره اتحادي الكورو؟ هو ده المفروض اللي هيحصل المفروض اللي هيحصل حتى هذه اللحظة انت عارف يمكن ما تمش الإعلان عن المدرب المساعدة رغم الأسماء المرشحة كتيرة اللي موجودة ولكن هو الرجل عاوز يقعد معاه برضو انت عارف هيقعد معاه فترة طويلة جدا فربما ما يكونش فيه راحة نفسية معاه مش بس راحة نفسية هو في العالم كله انت أصلاً هم بتيجي تختار مدير فني بتعمل معاه انترفيو أصلاً ده العادي بس هم نعملش كده بس كمان المدير الفني اللي هيختار المدربين هو هعمله انترفيو عشان يشوف دوره في التشكيل الجهاز إيه هو انت برضو مش داخل دور شرفي انت بشتبه موجود في الجهاز وخلاص هل عامل معك انترفيو عشان أقول لك أنا عايز منك واحد اتنين تنة تربعة هتعرف تعملهم وانوش تعملهم هشوف تاريخه التدريب يا رجل ده درب فينه وعمل ايه وانجازاته ايه وكان لعيب دولي ولا لأ الحاجات ده بتفرق مع المديرب الأجنبي ما بيموش أسماء هو عاوض في النهاية انه هو ينجح وينجح بالتاقم اللي معاه ثانياً الراجل برضو اكيد موضوع الراحة النفسية ده برضو ربما يكون اسم كبير بس هو ما سيحولوش نفسياً فممكن تحصل مشاكل فبالتالي الراجل هو راجل يعني شايف انه هو الفترة اللي جاية لابد انه هو ينجح في عمله وبالتالي الجهاز اللي انا معاه يبقى هو مهم بالنسبة عظيم جداً الدورة بكرة يخلص لسه لسه يعني فوز الزمالك يديك حق ان الزمالك قرب بنسبة 70% 70 مش اكتر من كده انه لسه فيه 6 متشات وما تضمنش اي حي خلي بالك انه كله هيتوحش في النهاية كله هيتوحش حدش هيخاف من الاهلي ولا زمالك ولا برامتز لانه هو يروح ما بعدك روح انا محتاج النقطة محتاج التلت نقطة صح النهاردة شوفنا استرين كومبري بيكسب استرين كولبتر بقى له 6 متشات ما بيكسرش صح النهاردة شوفنا غز المحلة بيكسب صح فمحتاج النقطة او محتاج التلت نقطة فمش هيهمه المنافس قد ما هيهمه انه هو عنده دوافع داخلية انه هو يكسب عشان يظل في دائرة الدوق ده مهم جدا للعيبة فاللعيبة عندها دوافع اللي هي في منطقة الخطر انها تدافع عن نفسها فهيبقى فيه ضراوة شديدة جدا وقوة في الملعب وفكرة الخضة من تيشيرت الاهلي أو تيشيرت الزمالك أو تيشيرت برامتز مش هتبقى موجودة ففكرة فقد نقاط للكبار لازالت قائمة وعندهم متشات صعبة المصري موجود والمصري لست في دائرة الخطر الاتحاد موجود ولست في دائرة الخطر وهيلعب الكبار يعني محتاج الانتراث نقاط وانت بطبعك عارف كابتان حسام حسن ما بيهبش من حد وبيزرع ده فدعيته فالدوري لازال قائم على الورق لكن في ظل الغيابات اللي موجود في الناد الاهلي الموضوع صعب جدا ومش عارف سوارش هيتعامل معاه ازاي يعني هو قال لك قبل كده ان الاستشفاء اللي أنا بعمله انا برضو يعني انا مش عايز تاني ومشغال كرامي انا مقدرش يقايم سوارش لغاية دلوقتي لكن فكرة انت بتعمل استشفاء وكل شوية بشوف نفس الاصابات تأمر بالنسبة لعلامة السفام مزبوط اذا مالك عمل ماتشات كتيرة قلب الاهلي في يوليو بماتشين لكن ما شاء الله الراجل لدكتور محمد قسامة ودكتور عامل المطروي بيقوم بجهد كبير جدا جدا دكتور محمد قسامة خرج بعد نهايكاس قال لك ان كان فيه اشتباه في الضمة للونش وقدنا نعالجه في 48 ساعة والراجل ما شاء الله بيرعب الماتشات كلها ومتقلك وكان عنده اشتباه قبل كده فان هو يجرع جراحة غدروف ومقجلها وبيعب المستوى شكله ايه ده شغل الناس اللي موجودة اللي احنا بنعليهم الطاقة من المعاون اللي ليه كل واحد يدوره ده لغاية الوقت ما وضحش بشكل كامل في الاهلي ومش عايزة لهم حد لكن ده مورثات ما حدث في بداية الموسم يبقى انت لهمت حد لا من الجيل الحالي من المجموعة الحالية مورثات ما حدثة في بداية الموسم من الجهاز السابق انا ما اتكلمش عن الجهاز الحالي ما ادرش هلهم ماشا انا اصدقل انت تذكر اللقتي اللهمت الجهاز السابق اه بزبط بزبط بقى البيتسو جوسمان بزبط عشان فيه ناس هاية بتحاول تخلي الأمور بعيدة عن بيتسو جوسماني الحب جمالي النادي الأهلي عن بيتسو جوسماني بس دلوقتي بدأت الناس تتحدث انه لأحمال بدنية وانه كانش فيها أحمال بدنية كان فيه أجهزات كتير مع بيتسو جوسماني كان فيه تفاصيل كتير هي اللي أثرت على اللعبة دلوقتي والأجهزات كتير اه يعني يعني كنت واتناقش مع رامي قبل هو بيقول لي اللعبة عندها ضغط طب ما كان بياخد أجهزات كتير صح طب الأجهزات كده كتير دي انت استفدت منها ده ضررت ضررت ما فادتش يعني يعني انت عملت العشان باهم غير ما تعمل صح مشكلة انه هو اعتمد كمان يا أستاذ كريم على مجموعة معينة مداش فرصة للباقي ان انت يبقى عندك المفوض انت فريق كبير مفوض دجة البودلاء بتبقى بنفس بنفس المتصوى بتاع الفريق صح الأساسي عنه صح وإدي فرص صح إدي فرص للعبية كتير صح إزا مالك الفترة الأخيرة دي مد فرص للعبية ناشئين مم وتألقوا في مطشاط الأهلي اللي هي مطشاط كبيرة جدا ويكونوا قولنا بيقول تعرف إن فريرا أحرق كل المدربين المصريين والأجانب اللي على مدارة السنوات الأخيرة دي يا دايما كان اللي بيجي المدرب أهلي أو زمالك يقول لك لأ ما أنا مش هقدر خاطر بلعيب صغير ما وكده هيتأثر كده هيبع عنده مشكلة لو لعب تحت ضغط هنهي عليه شايف فريرا قال كسر صراحة محايف حاجة زي كده مطش الأهلي والزمالك مجموعة من اللعيب أساسي يغير نتيجة معنات الزمالك في راحة نفسية داخل حتى اللعيبة مش مضغوطة نفسية اللعيبة بتلعب بأريحية بشكل كبير جدا خبراته التدريبية في السنوات الأخيرة دي ادها للمجموعة اللعيبة سواء اللي عندهم خبرات أو اللعيبة الصغيرة وده كده شفنا الزمالك شف في حتة تانية السنة دي بيقدم مستوىات رائعة بين شرق غاب الفترة الأخيرة شفنا نادي الزمالك ما بيتأثرش رهما بين شرق كان أساسي وتوجد معنات الزمالك في الفترة أخيرة وكان مؤثر بشكل كبير جدا شايفين اللعيبة كلها أفضل حالاتها لا الزمالك بيعيش فترة حلوة جدا مع فريرا يعني الراجل صراحة عامل كل حاجة معنات الزمالك بعكس النادي الأهلي النادي الأهلي بيتراجع بشكل كبير جدا واعتقد النادي الأهلي ادى فرصة البرامدس بعد الخسارة من البرامدس وبعد التراجع في الأداء ادى فرصة البرامدس إنه ينافس على الدول يعني برة مثل في المطشيات الأخيرة في الفترة الأخيرة قبل شهر أو قبل شهر نصف يعني كان الموضوع بالنسبة له صعب جداً أنه هو ينافس دلوقتي دخل في الجيم والأهل مهدد دلوقتي أنه كمان أنه هو يحصل على المركز الثاني في الدول الموضوع بقى صعب جداً بالمستوى ده بتراجع الأداء بالإصابات الموجودة بسوارش اللي لسه موجود لسه برضه أنا شاف أنه هو مش عارف حاس أنه هو ما عندوش الخبرات اللي هو التدريبية الكبيرة أول إنه هو يقدر ييجي في فترة زي دي يقدر يعالج فيها مشاكل كتير فالأمور صعبة جداً أنا زيه أستاذ أحمد أنا لا أحكم على سوارش إطلاقاً ولا حتى يقول لك يا أصله بس ما هو يبال ملأمة مش هحكم عليه بس هي ممكن الحتة دي نقطة مهمة أنه راجل برضو ناقصه خبرات يعني بس يا مفريرة مواجه برضو حل أزمة وأزمة كبيرة في الزمال هو وفاده كتير قوي أنه كان فيه توقف أه أبدأ يبص ويشتغل خبرات برضو ودائماً إحنا بنقول إيه اللاعب المصرين كلهم شابه بعض صح الفكرة هنا بقى إيه في الراجل الماسترو اللي يقدر يطلع لك المطرب على المصرح ويقدي بشكل رائع صح هو معاك أوكستر هو بيعرف يعمل إيه صح أنت بيقول لك اللحمة موجودة في كل حتة بس بتاكلها من إيد فلان ما تاكلاش من إيد فلان أيوة لأنه بيعرف يبقها إزاي صح حسام عبد المنجين ده رويو فيتوري يتكلم عليه كمان لعيب مهم جدا وراكز أساسي وبيلعب على حسام محمود عليك أنت بتتكلم النهاردة عن يوسف أسام النبيه أنه أحد الغائمين عنه للزمارك صح بسبب كسر ورجع والقيمة وأنها ما تيجي تقول الخبر دلوقتي بتقول عودت يوسف أسام النبيه لأنه هو صنع الفارق ده كلك ترجع للمدارب بقى اللي أنت زي بتدي الثقة اللعيب ما عندش خبرات وتلقى هجوم حادي الفترة الأخيرة ده لو العيب لو مش مدرب قبراته التدريبات كبيرة جدا وترفع من عريض ضغوط دي مهمة جدا لأن دايما كل الزملكوية بمجلس قدرتهم كانوا يتعامل مع الموسم ده أنه إحنا عندنا أزمة عندنا إقاف قيد ده ده حرارهم للضغوط أيبا فده مهم جدا خليه اشتغل بأريحية قاعدنا نتكلم عن سيد القيارة في عرب خمس ملات المنشات ما بيكسفش الزملك يعني كده بلقت ما كانت طلعه طيب المباراة بكرة لمين؟ المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة جدا أكيد مباراة صعبة جدا أنا ما أقدرش أتوقع عن نتيجتها بس هي أعتقد أعتقد أن نتكيسفش هيبقى صعبة جدا أن يفرط إنه نقاط المباراة شايف الأقرب فريرة أفضل من تكيس سكواد بيرامدز أفضل من سكواد الزملك شو؟ هو ده اللي هيخلي بقى اللي هيحكم هل قدرة فريرة على إدارة المباراة خارج الملعب أم ولا سكواد بيرامدز اللي أعلى فنية من سكواد الزملك سؤالي هي دي المعادلة هل يتفوق فريرة على تشكيل بيرامدز ولا تشكيل بيرامدز يتفوق على فريرة بالضبط أنت وتتوقع إيه؟ أتوقع تعادل 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 سيد أحمد شرفت ونورت دايما بستمتع جدا بتواجدك معي سيد راميك العادة ببقى مصود جدا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر كل التوفيق للزمالك وبرامدز يقدمونا مباراة حلوة جميلة واحدة من المباراة الكبيرة في الدوري المصري هذا الموسم مش حاسمة ولكنها مواجهة لها أبعاد كثيرة جدا وهترسم شكل واضح للدوري الممتاز أو المنافسة على لقب الدوري الممتاز مشاهدة للمباراة كبيرة ممتعة نشوفكم وقتها بعد المباراة على طول أما الآن أشوفكم يا رب على الف خير